موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهل الليلة حالة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي خاصة بعد انتصار الأمس في الجولة السبعة عشر من مباريات الدور العام ونهاية وختام الدور الأول بمباراة الأهلي وطلائع الجيش وفوز النادي الأهلي بسلاسية ولا أروع ولا أجمل من هذا الانتصار والأداء والنتيجة في مباراة الأهلي بالأمس على استاد القاهرة الدولي وتربع الأهلي على قمة الدوري بـ 42 نقطة في انتصارات متتالية لـ 14 مباراة خلال الفترة الأخيرة ان شاء الله أرقام قياسية النادي الأهلي بيحقق في هذه المسابقة وبإذن الله النادي الأهلي يمتع جماهيره في كل مكان من خلال هذه المباريات المحلية اللي بالطبع ان شاء الله هتنعكس إيجابيا على المشوار الإفريقي فقرة الأخبار النهاردة عندنا فيها تفاصيل كتيرة وعندنا فيها أخبار مهمة ونلقى الدوء على تفاصيل مهم جدا المشاهد يعرف إزاي القرار بيتم اتخاذه وإزاي المباريات بيتم تحددها وإزاي النادي الأهلي كمان بيستعد لمرحلة اللي جاي هنتابع تدريبات فريق النادي الأهلي ونشوف إزاي الفريق بيستعد بعد مباراة طلاق الجيش لمباراة المصر إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم في حدود الساعة السامنة والربع على استاد حرس الحدود في الأسكندرية مباراة مؤجلة بالتأكيد لكن إن شاء الله بإزن الله يكون المباراة رقم 15 وإنتصار رقم 15 ويصل الأهلي للنقطة 45 منفردا في مقدمة جدول الدوري بعيدا عن أقرب المنافسين في المركز الثاني والي بينافس الأهلي حتى هذه اللحظة نادي المأولين العرب فقرة الأولى والفقرة الحوارية معنا النهاردة فيها ناقد رياضي كبير كاتب صحفي مهم جدا وأيضا عضو ونائب في البرلمان أو تحديدا مجلس النواب الناقد الرياضي رضوان الزياتي هنتكلم معاه في تفاصيل متعلقة بالبطولات الإفريقية والدوري المحلي وأيضا كمان بعض الملفات الرياضية التي تعرض على مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة خاصة لأحة النظام الأساسي التي جاري لعمل بها خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والتحضير للانتخابات القادمة وأيضا الدور المنوط للجنة الشباب والرياضة ومجلس النواب مع اللجنة التي تدير اتحاد قرة القدم خلال الفترة القادمة فقرة مهمة جدا هنتكلم في تفاصيل مهمة جدا إعلاميا وصحفيا هنتكلم في تفاصيل الناس بالتأكيد هتستفيد بهذه الفقرة إن كمان مش بنتكلم مع ناقد وصحفي بس لا كمان عضو في البرلمان فهيدينا رؤية البرلمان ورؤية لجنة الشباب ورياضة للملفات المهمة بالنسبة للرياضة المصرية والقرى المصرية على وجه الخصوص الفقرة الحوارية الثانية بتشرف النهاردة أن أنا أكون معاه طبعا زميل العزيز محمد الصو هيكون في الفقرة الحوارية الثانية معاكم إن شاء الله وهيكون في ضيافته نجم كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين الكابتن أسامى عرابي وحديث فني عن مباراة طلاعي الجيش والاستعدادات الفنية للأهلي في المرحلة القادمة شهر فبراير مليء بالأحداث والمباريات الكبيرة وأيضا كمان مباراة الأهلي وسانداونز في ختم هذا الشهر مباراة الزهاب اللي تحدد معدها يوم 29 فبراير من قبل الاتحاد الإفريقي لقرة القدر طيب أبدأ الأول بالحديث عن النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي خاصة بعد انتصار الأمس على فريق طلاعي الجيش مباراة الأمس نقدر نقول حملة عنوان اللا منطق والفلسفة اللي بيقدر فيلر من خلالها يوصل للهدف والنتيجة اللي عازي حقها اللا منطق في إيه؟ اللا منطق في فكرة إنك ممكن تعمل تغيير ما بين خمس ست لعيبة في التشكيلة الأساسية لكن بتحافظ قدر الإمكان على إقاع الفريق في المباريات بل بالعكس الإقاع بيزيد ورتم المباراة بيعلى حتى في التغييرات في التشكيلة الهجومية في المراكز اللعيبة في الخط الهجومي لما بتعمل تبادل وما بتعمل تغيير في المراكز واستبدال في عدد من اللعيبة الإقاع بيعلى لا رايحين في فكرة أصل لسا ما فيش انسجام أصل التدوير والروتيشن بيقلل من فكرة المستوى الفني والمستوى البدن فبالتالي الناس تستحمل لا 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 الفلسفة مش كده خالص وانبرح في المؤتمر الصحفي السؤال المهم اللي اتسأل لريني فيلر في هذه الجزئية تحديدا قنرده مهم جدا لشان نعرف طبيعة المدرب اللي موجود في النادي الأهلي واللي بيقود الفريب في التوقيت الحالي الفكرة الحمد للأهلي بيكسب ومحقق نتائج كويسة ونتائج جيدة طبعا على الأعلى مستوى لكن كمان لازم تعرف القيمة الفنية للمدير الفني والجهاز المعاون اللي بيقود الأهلي في التوقيت الحالي لان الفكرة مش مرتبطة بالنتائج بس لا انت مرتبطة بمشروع لمدرب انت بتسعى في الفترة الجاية يعمل نتائج على المدى البعيد تحقق طموحات جمهوري النادي الأهلي الرجل المبارح شرحها في جزئيتين قال لك الناحية الزهنية وانا بيشتغل مع كل اللعيبة كان ناحية زهنية انه كله يكون حاضر معايا وجاهز معايا لا بفرق باللعب أساسي ولعب احتياطي وهنا بيكلم عن عقلية مدرب في أوروبا ازاي يقدر يشتغل مع سكوات كامل بنفس الشكل ببيفرقش مني النهاردة معايا اساسي ومن احتياطي دي جزئية مهمة جدا قالها مبارح فيل عشان تعرفوا القيمة الفنية اللي موجودة على دكة الجهاز الفني واللي بيقوده الأهلي في الفترة الحالية دي جزئية مهمة كان قالها ريني فيلر فيما يمتعلق به الناحية الزهنية قال كمان وانا بشتغل فنيا جوه التدريبات كل اللعيبة عندي سواسية ما بفرقش باللعيب أساسي ولعيب احتياطي ولو حد سأني من دلوقتي على تشكيل مباراة المصر مش هقدر يجاوب لان خلال التلات يام اللي جايها من خلال التدريبات هقدر راحكم مين اللي هيكون موجود معايا ومين اللي هيكون جاهز فبالتالي انت بتتكلم على مدرب بيحضر اللعيبة زهنيا كلهم بلا استثناء ما عندوش فارق ما باللعب أساسي ولعب احتياطي والنقطة التالتة والأهم ان هو كمان عادل في التعامل مع كل اللعبين ما بيفرقش باللعيب كبير والعيب صغير أهم حاجة عنده العطاء الفن والبدني جو الملعب وكمان الفكرة انك لما بتغير مجموعة اللعيبة ما بين 4-5 وتبدأ بمجموعة أخرى في مباراة مباراة طلاقة الجيش الفكرة اللي عند الجهاز الفني بتطبق أيا كانت الأدوات اللي قدامه أو أيا كانت المجموعة اللي قدامه دي نقاط انا شايفها أما استهم بارح في مؤتمر الصحفي اللي كنت حضره بارح في مباراة طلاقة الجيش والأهل أو الأهل وطلاقة الجيش وحسيت بجد انه مدرب لا بيشتغل على أمور فنية مهمة جدا لمستقبل النادي الأهلي اللي استفادة مش في السلاس نقاط وفي صدر الدوري النتائج مهمة وكل حاجة لكن لازم تفهم طبيعة وفلسفة المدير الفني اللي بيقود الفري في التوقيت الحالي دي جزئية كنا بنفتقدها لفترات طويلة والدرجة حتى ترسخت في عقلنا أفكار فيما معناها لو حصل روتيشن الأداء الفني بيهتز أصل الإنسجام مش موجود لا 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 الكرة في أوروبا مش كده والرجل يمبرح قال كده قال الكرة الأوروبية والعقل الاحترافي دلوقتي ما بيقولش كده لازم اللعيب عندك ذهنيا يكون مركز ومحاضر بشكل كويس للمبارايات واللعيبة أساسية واحتياطية تكون عارفة في أي لحظة ممكن يتم الدفع بيها ببقاش عندك يعني فكرة اللي انت متأكد من المباراة هيبدأ فيها أحمد فتح ولا محمد هاني علي معلول ولا أيمان أشرف ياسر إبراهيم ولا رامي رابعة ومحمود متولي المجموعة كلها سابتة وأساسية المركز الوحيد اللي فيه يعني تأكيد على مشاركته الحمد لله محمد الشنو ربنا يكمل على خير الفترة جاءة الشنو عام الموسم ولا أروع لمركز في حراسة المرمى مستقبل القرى المصرية الفترة الجاية ما فيش حد بنفس الشنو الحمد لله في الدور المصري خلال الفترة إلى خيرة كمان نقطة مهمة جدا بقى متعلقة بخط وسط الأهل من حوالي أربع خمس حلقات اطلعت واتكلمت بعد مباراة الأهل والمقولين على ستاة السلام والفكرة الباص وفكرة القرات البينية واللعب المحوار في وسط الملعب اللي بيلعب دور البوكس تو بوكس زي عامر السلية والإبكيات البدنية اللي عنده أليو ديانج الأهل بيمتلك أفضل عناصر في الدور المصري وإن شاء الله في أفريقيا هيترجم ده في المباراة اللي جاية لكن بالقياس في الدور المصري عندك كوالة لعيبة مش موجودة في الدور المصري مع كامل الاحترام والتأذير لكل اللعيبة وكل الفرق النتائج الأرقام الأهداف الإحصائيات كل شيء بيؤكد أنت عندك إمكانات لعبة متميزة عامر السلية السنة دي من اللعيبة اللي البعض ده ممكن يشوفها في مباراة عامل مستوى فني عالي جدا وفي مباراة ممكن الناس ما تحسش بيه لكن عامر السلية عامل مستوى سابت في كل المباراة في مباراة ممكن أنت كمشجع أو أنت كمشاهد ومحب للنادي الأهلي تحس أن السلية في المباراة دي ما أعطاهش كورات كتيرة لكن اللي كان ليه دور محوري هجومي تبقى لتعليمات الجهاز الفني في أم بيه في مباراة أخرى تلاقي السلية بيكمل وبيسدد بيجيب جنزة جنزة لأحرازهم بارح هي فكرة متعلقة بتعليمات الجهاز الفني والسلية أرقامه السنة دي لم تتقرر لأي لأخط وسط في الدور المصري آخر خمس سنين سواء في قطع القراط سواء في إرسال القراط للأمام القراط الطولية القراط البينية التكملة الهجمة مع اللاعبين والوصول حتى منطية الجزاء والتمنتاشر وتسته الأمس في مباراة تلاقي الجيش بتأكد أن السلية ماشي في شكل جيد والسلية عامل موسم والعروع هو وقالو ديانج والحمد للنادي الأهلي عنده مستويات فنية متميزة جدا طيب انتصار مبارح في مباراة تلاقي الجيش إزاي تبنى عليه أو إزاي تشتغل عليه على المباراة اللي جاية عندك مباراة المصري المصري الفترة الأخيرة كان نتائجه لم تكن على ما يرام في مباراة الدوري لكن مبارح كان عنده نتيجة كبيرة صحوة بالانتصار على وادي ديجلة بسلاسية في استادس جيش في السويس فبالتالي مباراة المصري والأهل القادمة مباراة صعبة جدا مباراة تلاقي في استاد حرس الحدود مباراة مؤجلة لكن النادي الأهلي إن شاء الله بيشتغل على فكرة السلاس نقاط وإن يواصل أو يواصل فكرة مسلسل الانتصارات والصدارة الدوري خلال الفترة الجيش عشان يقدر ينهي المسابقة مبكرا وده يكون لي تأثير إيجابي فيما بعد لما إن شاء الله تكمل مشوارك في البطولة الإفريقية ولما توصل للمراحل النهائية مرحلة السيمي فاينال ومرحلة الفاينال طيب النهاردة كان فيه تدريب الجهاز الفني فضل إن ما يكونش فيه راحة خاصة أن تتكلم تلات أربع خميس اتنين وسبعين ساعة على مباراة المصري فبالتالي النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا لسير عبد الحفيز مع ريني فيلر المدير الفني عشان يحددوا الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالفريق في الفترة اللي جاية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي وبالنسبة للصعيد الإفريقي أقول لكم النهاردة ترتيبات هذا الاجتماع متعلقة بالسفر إلى جنوب إفريقيا وبدء التحضيرات لفكرة توقيت السفر وإمتى الأهل يكون موجود في بريتوريا بعد مباراة الزهاب فظل إن الموعيد اتحددت بشكل رسمي من قبل الاتحاد الإفريقي تسعة وعشرين فبراير مباراة الزهاب إن شاء الله في القاهرة وسبعة مارس لقاء العودة في بريتوريا في جنوب إفريقيا طيب نقطة تانية متعلقة بالأخبار النهاردة كان فيه محاضرة ليريني فيلر بالفيديو قبل انطلاق المران مع كل اللاعبين عشان يقدر يتكلم في الإيجابيات والسلبيات اللي خرج بيها الأهل في مباراة الأمس مهم جدا بتعمل هايلايتس وبتعمل ملخص لمباراة الأمس وبتشرح الجوانب الإيجابية والسلبية اللي انت جهاز فاني شايفها تتكلم فيها مع اللعبة عشان تقدر تتغاضع عنها لفترة الجاية وتشيد ببعض الأمور الإيجابية عشان يقدر الفريق يكمل عليها مستقبلا في الفترة اللي جاية وأيضا كمان تحضر شغل بالنسبة لفريق النادي المصري خلال الثلاث يام اللي جاية ومباراة صعبة جدا نتائج المصري في الدوري شيء ومباراتهم مع الأهل هتبقى شيء تاني خالص فبالتالي النادي الأهل اللي بلعب كل مباراته كانها مبارات كؤوس ثلاث نقاط في كل مباراة لا بديل عنها عشان تستمر وتخسر أرقامك القياسية اللي انت حققتها في السنوات السابقة طيب كمان النهاردة المران البدني توماس بينكل كان عامل تدريب بدني حوالي 30 دقيقة طبعا المران المجموعة الأساسية اللي كانت بتشارك في مبارات الأمس النهاردة كانت واخدها راحة ومشاركتش في المران البدني وكان فيه تدريب استشفائي في صالة الجم كمان فقرة ترفيهية في المران البدني عشان ما يكونش طبعا فيه لود عالي أو فيه استرس عالي في المران البدني عشان ما يعملش إجهاد أو حمل بدني جميل فبتعمل فقرة فنية متعلقة بالتدريبات القرى الطائرة داخل ملعب مختارة تيتشي بالجزيرة وده شيء متعودينه دايما في النادي الآلي خلال الفترات الأخيرة أيضا كمان كان فيه تدريب بدني منفرد لمحمد الشناوي فيه تدريب النهاردة خاصة إن الشناوي طبعا بالأمس كان عامل مباراة كبيرة ويمكن الفرص اللي جات عليه كانت قليلة جدا طبعا بالمقارنة بالمباراة اللي قبلها لكن الشناوي الحمد لله عامل مباراة جيدة ظهر بشكل متميز وبيقدي بشكل طيب جدا تتخيل انت لعب 14 مباراة في الدور العام 11 مباراة كلينشيت فبتتكلم على عدد مباراة كبير جدا لم يدخل مرماك أو لم يسكن شباكك سوى ثلاثة أهداف فقط اليوباجي اليوباجي طبعا كان رجع من رحلة السفر في السنغال عشان يقدر يجدد الجواز السفر عشان يكون جاهز مع الفريق والسفر إلى الإمارات فبالتالي النهاردة كان ليه تدريبات إضافية خلال المران وكان مدته حوالي 20 دقيقة عشان يقدر يجهز للمرحلة اللي جاية وكان سفر اليوباجي للسنغال كان ضروري جدا عشان مدت جواز السفر وتجديده عشان تقدر تستخرج تأشير الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة وأيضا كمان تأشير الدخول إلى جنوب إفريقيا في دور الثمانية مع فريق سانداونز وإن شاء الله هيكون اليوباجي جاهز على مباراة طلاع الجيش كان في قائمة الأمس لكن الجهاز الفني فضل نهما يكونش فيه الثمانتاشر طبعا قعد 48 ساعة في السنغال وما كان شفيتها دريبات فبالتالي الجهازية الفنية والبدانية مش هتكون بنسبة 100% بالإضافة لطريقة اللي بإمبارح طبعا كانت مختلفة فبالتالي إمبارح الأهلي بدأ بجونير أجيي كراسة حربة وكان مروان محسن على دكة البودلاء وحصل تدويره وروتيشن في مراكز عادة من اللعيبة في الجبهة الهجومية أو الجهة الهجومية وده أصفر عن فرص عديدة وأهداف مميزة جدا تحديدا لما نزل القهربة في الجزء المتبقي من المباراة مع وليد سليمان وحسين الشحات أجيي طبعا كان لي تصرحات مهمة قال هدفنا دوري أبطال إفريقيا وسعدتي بفوز الأهلي أكبر من تسجيل الأهداف وعرى بأن سعدته بهذا الفوز وهذا الانتصار والجميل في الأمس في مباراة تطلاع الجيش وهدف أجيي كرة من أليو ديانج لجيرالدو لعلي معلول لجونير أجيي تتكلم في كواليتي اللعبة الأجانب جوانادي الأهلي شوف مدى تأثيرهم في صناعة الهجمة وتحقيق الهدف وهدف التقدم في مباراة الأمس هنا تعرف كواليتي وإمكانيات وقدرات اللعبة اللي معاك سواء الأجانب أو حتى المصريين فبالتالي الأهلي عنده تطلعات كبيرة جدا في الفترة الجاية أن يكون عنده أفضل سكواد محلي وأفضل سكواد بالنسبة للعابين الأفرقى في الفترة اللي جاية كمانا كهربا كهربا كاللين نهاردة كلمة أو جملة مهمة جدا على حسابه والشخص على انستجرام قال فيه إن كان طريق الحلم صعبا لا تستسلم أبدا ولا تقف كهربا طبعا في تغريدته على انستجرام قال فيها إن كان طريق الحلم صعب لا تستسلم أبدا ولا تقف لا تيأس فالذي خلق الطريق الصعب قد خلق فيك القوة على اجتيازه إن الله على كل شيء قدير طبعاً لها معاني ولها مدلولات مهمة جداً من خلال قهرباء والمهم كمان التركيز الفترة الجاية في الملعب عشان في النهاية النتيجة اللي انت بتحقق في الملعب بتبقى مهمة جداً لكن بالتأكيد طبعاً ربنا قادر على كل شيء وبمجهودك وبقدراتك تقدر تنسجم وتدخل فيه التيم بشكل طيب جداً طبعاً شوفنا الأسست اللي عمله قهرباء لمحمد مجدي أفشا اللي عمل كورة أنا عايز أقول مش تزديدة عملها سرو سرو جداً من على حدود الثمانتاشر سكنت طبعاً الشباك أو على يسار المرمى لمحمد بسام كان عمل مباراة كبيرة مباراة بالأمس على فكرة محمد بسام حارس طلاق الجيش لكن الأهل مباراة كان في حالة فنية عالية جداً أداء وشكل ومستوى وأهداف كانت على أعلى مستوى طيب مباراة السوبر مع الزمالك في الإمارات خلاص موعدها يوم 20 فبراير الجاري الأهل يحدد كمان توقيتات للسفر يوم 17 إجراءات السفر والتأشيرة تم الانتهاء منها والأهل إن شاء الله يعود يوم 21 عقب المباراة مباشرةً عشان يستعد لمباراة القمة في الدور العام مع نادي الزمالك يوم 24 فبراير بإذن الله وإن شاء الله نادي الأهل يعود من الإمارات وهو وحاملنا لكأس السوبر تحديداً كأس السوبر السادة في مواجهة مباشرة مع نادي الزمالك لأن الأهل يسبع ليه الفوز على الزمالك في العديد من مباراة السوبر في الفترة الأخيرة طيب ندخل بقى لخبر مهم جداً متعلق بدورة أبطال إفريقيا والناس تركز معايا في الكلام اللي جاي ده لأن احنا لما نطلع نتكلم في الإعلام ولما نطلع نتكلم في قناة الأهلي لازم نقول للناس المعلومة الصح ولازم تكون المعلومة مجردة من أي انتماء ويهمنا في النهاية المشاهد اللي بيسمع لنا واللي بيشاهدنا وبيتابعنا سواء جمهير النادي الأهل أو جمهير القرى المصرية بشكل عام تبقى عارفة اللوايح وعارفة تحديد الموعد والمباريات تبقى للوايح مين المسؤول عنها مين اللي بياخد القرار إزاي بيتم تنفذها عشان محدش يطلع يقول أصلش معنى أصل ليه كل مرة يحصل كده أصل 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 وممكن حد يخدنا في سكة بقى إيه أهلي وزمالك وحاجات كده إيه مش صح ومش سليمة ولازم الناس تبقى عارفة أن في مؤسسة أو في اتحاد قري هو المسؤول عن تنظيم المباريات بدءا من دور الستاشر طيب ندخل مع بعض ونشوف إيه اللي حصل في الليحة المنظمة لدورة أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 الاتحاد الإفريقي حدد مباراة الأهل وسانداونز يوم 29 فبراير نهاية هذا الشهر الجاري في القاهرة بإذن الله لكن لم يتم تحديد الملعب الملعب ده الناجي اللي بيحدده وبالتالي بترسل الاتحاد الإفريقي مكان المباراة أو الملعب اللي اتلب عليه لكن التوقيت والتاريخ دي مسؤولية الاتحاد الإفريقي مباشرة طيب مباراة العودة يوم 7 مارس يعني المعنى ضق لقاء الزهاب السبت 29 فبراير لقاء العودة السبت 7 مارس في بريتوريا في جنوب إفريقيا على أرض نادي سانداونز نادي التراجل تونس النهاردة كمان على موقعه الرسمي أعلن مباراة مع الزمالك هيلعب مع الزمالك لقاء الزهاب يوم الجمعة 28 فبراير في القاهرة ولقاء العودة في تونس في رادس يوم الجمعة 6 مارس هل الموعيد دي هل هي موعيد بناء على تحديد الأندية لهذه الاختيارات ولا تحديد الاتحاد الإفريقي لهذه الاختيارات لأن الناس عندها خلط في الأمور مش عارفة الفرق ما بين دور الـ 64 دور الـ 32 دور الـ 16 دور المجموعات والكوارتر فاينل حتى المباراة النهائية طيب الليحة المنظمة لمسابق الدورة أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 وستكون معاكم على الشاشة دلوقتي فيها ما يقارب من 17 بند هذه البنود هي اللي بتحدد خارطة الطريق والتعامل ما بين الأندية والاتحاد الإفريقي من خلال الاتحادات الأهلية في فكرة المباراة الحكام اللي بيتم إسناد لهم المباراة من قبل الاتحادات الأهلية مع الاتحاد الإفريقي وأيضاً كمان المواد المنظمة لفكرة توقيت المباراة وتحددها ومراحلها النهائية مع مين الفقرة الأولى اللي عندكم دي المادة 1 و 2 و 3 دي الليحة المنظمة لهم سابق الدورة أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 بتتكلم في فكرة إن لازم المباراة يكون لها رقم وبتبدأ المسابقة من شهر 7 إلى نهاية البطولة في مايو العام القادم بعد طبعاً الموعيد الجديدة بعد كده بيقول لك كل رقم أو كل مباراة لها رقم كل مباراة بيتحدد فيها طرفيها كل مباراة بيتحدد الملعب بتاعها وكل مباراة بيتحدد الحكم المرسل من الاتحاد الأهلي لتحكيم هذه المباراة طيب ندخل بقى على الورقة التانية البند رقم 4 قدامكم أهي المادة رقم 4 لتحت شعار الكاف المادة رقم 4 بتقول إيه؟ الموعيد المحددة للمباريات في مختلف المراحل النهائية لا يمكن تغييرها إلا في حالة الضرورة القصوى والتي يتم تقدرها تبقى لللجنة المنظمة التابعة للكاف بمعنى إيه؟ يعني أي موعيد كانت منشورة قبل كده سواء على موقع الكاف ويا موعيد مبدئية أو نادي طلع قال أنا بحدد يوم كذا ده اجتهاد شخصي منك أو أنت بتطلب لكن في النهاية لما الاتحاد الإفريقي بيعلن موعيده تبقى للمادة رقم 4 بتبقى موعيد نهائية ولا يمكن تغييرها إلا في حالة الضرورة القصوى إيه هي حالة الضرورة القصوى؟ ظروف أمنية، ظروف متعلقة مثلا بأمطار أو لنتوا عارفين الأمور القهرية أو الأمور القصوى زي ما حدث قبل كده في مناسبة 25 نايل لما تم تغيير موعيد مباراة الزمالك ومزنبي ومباراة الأهل والنجم السحلي فبالتالي الموعيد اللي بتعلن دي الموعيد النهائية من قبل اللجنة المنظمة التابعة للكاف في هذه المسابقات وهي اللي بتحدد هذه الموعيد طيب، في الفقرة الثانية المادة 5 اللي تحتها بتقولك إيه لا يتخذ أو لا يتم تنظيم مباراة أو حدث في الملعب المختار لدور الأبطال قبل 72 ساعة من معادة دربة البداية إذا كانت مباراة في مصابقة أخرى بمعنى أدق بيحدد لك لو علعب مباراة الأهل والساندونز يوم السابت 29 فبراير في استاد القاهرة قبلها بتلات أيام ماينفعش حد في الدوري يلعب على الاستاد ممكن تلعب قبلها بيوم مباراة في دور الأبطال إفريقيا لكن مصابقة أخرى لا يجوز فبتالي الاتحاد الإفريقي في اللايحة بيحدد كل شيء من إيه تزد سواء في الملعب أو تاريخ المباريات أو تحديد الموعيد أو حتى لما بحدد المعاد محدش يقدر يغيره لأننا الجهة المنوطة بتحديد الموعيد طب إيه المادة؟ اللي بتقول أن الاتحاد الإفريقي هو الجهة المنوطة بتحديد الموعيد الورقة الثالثة المادة 9 أو النقطة فوق الفقرة الأولى بتقول إيه؟ حتى الدوري التمهيدي الثاني سيتم تنظيم المباريات من لجنة الأندية بمعنى اللي هو دور الـ 64 ودور الـ 32 بيتم إرسال الموعيد من قبل الأندية وبيختار التوقيت المناسب ليه وبيتحدد على أساسه ولكن بدءا من الأدوار 16 والكوارتر فاينال والسيمي فاينال بيتم تحديد الموعيد تبقى للاعتبارات الآتية الظروف الجهورافية والمعيار الاقتصادي والمعيار الرياضي لحقوق البس تحديد الموعيد والملاعب والتاريخ وفقا لحقوق الاتحاد الإفريقي في المعايير الثلاثة الظروف الجهورافية المعيار الاقتصادي المعيار الرياضي طيب وحدة وحدة كده نشرح ناس يعني إيه؟ الظروف الجهورافية والظروف الاقتصادية والظروف الرياضية طيب الآلة يلاعب سانداونز الرجاء يلاعب مازينبي فرق إفريقية سانداونز والمازينبي الكنغولي أجازتهم بتبقى يوم السبت مش الجمعة فلولو بتتكلم في المنطقة الجغرافية سواء في حضور مباريات أو في حقوق البس الفضائي بدءا من أدوار كوارتر فينا لو دور الستاشر المجموعات والمباريات النهائيات الاتحاد الإفريقي بياخد الحق ده نفسه عشان يقدر يحدد الموعيد دي تبقى للظروف الجغرافية وموعيد البس بمعنى أدق قال ما ينفعش على مع سانداونز يوم الجمعة لأن الجماهير في جنوب إفريقيا أجازتهم مش الجمعة أجازتهم السبت فمشاهدة المباراة هناك في جنوب إفريقيا نسبة المشاهدة هتبقى قليلة مش هتبقى بالكسافة لو المباراة لعبة السبت نسبة البس الفضائي والحقوق الاقتصادية هتقل وحقوق الرعاية أو القيمة التجارية الإعلانات اللي هتتعرض في خلال هذه المباراة قيمتها هتقل ممكن في منطقة الشمال تعلق لأن مباراة الأهل لكن في منطقة الجنوب مع الحقوق النقلة من خلال قناة سوبر سبورت هتبقى الحقوق فيها خسارة بالنسبة كبيرة فبالتالي الاتحاد الإفريقي بيراعي جدا المنطقة الجغرافية في تحديد الموعيد لذلك لما تلاقي الأهل مع سانداونز أو الرجاء مع مازينبي هتلاقي مباراةهم السبت لما تلاقي الدربيات العربية الزمالك والترجي ولما تلاقي النجم السحلي والوداد هتلاقم الجمعة ليه الجمعة؟ لأن الشمال الإفريقي الجمعة بالنسبة لهم أجهزة رسمية الحضور الجماهيري في الاستدار هتكون كاملة العدد نسبة الحضور في المباراة هتبقى كبيرة البس الفضائي والحقوق الإعلانية والرعاية الإعلانية هتبقى كبيرة على إعلانات المباراة فبالتالي الحقوق الاقتصادية والحقوق الجهورافية هنا الاتحاد الافريقي بياخد هذا الحق بدءا من دور المجموعات ودور التمانية ودور النصف النهاية عشان يقدر يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء في الملاعب أو حتى للسبونسر أو الشركات الرعية أو الشركات الإعلامية اللي واخد هذه الحقوق كبس فضائي بتزيع من خلال هذه المباراة لذلك استحالة تلاقي مثلا مباراة الآل ومازينبي في مازينبي أو الآل وسندونز هتتلاقي بالجمعة لأن الجمعة في جنوب إفريقيا يوم عمل الحضور الجمهورية هيكون قليل مشاهدة المباراة في المنطقة الجهورافية في جنوب إفريقيا عبر سوبر سبورت نسبة المشاهد هتبقى ضعيفة فبالتالي الاتحاد الافريقي مش هيحق التارجد اللي عايز يوصله من إقامة المباراة مع الجمعة فبيخليها السبت إذن تحديد موعيد هذه المباراة بتكون ملك الاتحاد الافريقي بدءا دور المجموعات دور التمانية السيمي فاينال اقروا الليحة وشوفوا التعديلات اللي بتحصل كل سنة على المسابقات الافريقية الاتحاد الافريقي بياخد إيه وبيسيب لك أنت كنادي تعمل إيه في الأدوار الأولى دي جزئية الجزئية التانية أنا كاتحاد الافريقي لما بعمل القرعة مش بعدها بساعة أقول أنا كنادي سين أوصاد أنا عايز ألعب يوم السبت مش بتاعتك أنت لو قلت أنا خلاص حددت يوم تسعة عشرين فبراير بعد القرعة وجيه مثلا نادي ساعة حدد يوم تسعة وعشرين في النهاية الفايصل اللي هيحدد التوقيت والمعاد هو الاتحاد الافريقي ليه هو اللي بيحدد تبقى للمدة تسعة من اللايحة المنظمة لمسبة دورة أبطال إفريقيا موسم 2019-2020 عشان يراعي فيها الظروف الجغرافية الظروف الاقتصادية والظروف الرياضية أعتقد وضحت وتفهمت وما فيهاشش معنى وليه هو سبت وليه أنا جمعة مبارايتك كلها في دور المجموعات كانت مع فرق إفريقية وإنت بتلعب على ملعبهم برا كنت بتلعب يوم السبت وإنت بتلعب على ملعبك لو الظروف مواتية في دور المجموعات تلعب جمعة كان بيستيبك تلعب جمعة لكن لما جيف في ختم المباراية دور المجموعات خلاك تلعب سبت حركها خلاك جمعة نتيجة الظروف أمنية كانت في مصر دور التمانية ما فيهاش زار لأن دور التمانية ما ينفعش يلعب اللاربع مبارايت في توقيت نهائيا استحالة ما ينفعش يلعب مباراة مازمبي والرجاء في نفس توقيت مباراة سانداونز والأهلي والترجي والزمالك والوداد والنجم فين حقوق الإعلانات والرعاية والحقوق الإعلامية والبس الفضاء ودخول الجماهير ده يبقى خسران بالنسبة 100% فبالتالي بيراعي ده في الأدوار النهائية دور التمانية بيراعي سانداونز ومازمبي في منطقة جغرافية ما ينفعش يلعبوا يوم الجمعة فبيخل مبارايتهم سوا في الزهاب أو اللي هي بيوم السبت الدربيات العربية زمالك ترجي الوداد نجم يقدر يلعب جمعة ويقدر يلعب سبت لكن لما يلاقي السبت في فرق إفريقية فيحطك أنت يوم الجمعة فبالتالي الموعيد ملك الاتحاد الإفريقي هو اللي بيحدد في الأدوار النهائية الموعيد المناسبة تبقا للظروف الجغرافية والظروف الاقتصادية فبالتالي الموعيد اللي اتحطت دي موعيد نهائية لا يجوز التعديل فيها ولا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال تبقى للمادة أربعة إلا للظروف القصوى أو الحالة القصوى ودي طبعا الحمد لله مش موجودة والظروف إن شاء الله هتكون مواتية لإقامة المباريات في الفترة القادمة أعتقد بالليحة وضحنا للناس فكرة تشمعنا الاتحاد الإفريقي بحدد كل شيء في اللوايح ما بيسبش أي فرصة لحد يقول ده يلعب ليه وأنا ألعب تاني يوم ليه ده قابل يوم ليه وأنا بعد يوم ليه كلام ده مش موجود لتحاد الإفريقي حادة خارط الطريق للمباريات ومحدد مواعيد وإلاك كمان لما توصل المباراة النهائية أو مباراة السيمي فاينال هتلعب جمعة أو سبت أو ثلاث يعني حد مثلا ما يجي يقول لي إيه ده هو السيمي فاينال ممكن يوافق الثلاث في اللايحة موجود فيها في نفس البند رقم عشرة آخر سطر ما حدد لك فيهم سابق الدارة الأبطال الأفريقي وإنت بتلعب في المباراة النهائية وممكن يحدد جمعة أو سبت وممكن يحدد ثلاث عشان برضو يوم الثلاث بعد كده لو حد جلق فيه مطش ليوم الثلاث يقول لك شمعنا لا إقرأ اللايحة كويس جدا عندك اللايحة من 17 بند البند رقم 4 والبند رقم 5 والبند رقم 9 والبند رقم 10 شرح لك كل شيء من إيه تزد عشان ما تطلعش تقولي شمعنا لعلعب يوم 28 ونادي الأهل هيلعب يوم 29 توقيتات المباراة اللي اتحضر فيه ما بيحددها حسب موعيد البس لو مازينبي هيلعب مباراة العودة يوم 7 الساعة 3 العصر المباراة الأخرى ما فاش تلاقي في نفس التوقيت تتلاقي بالساعة 6 أو 9 زي مباراة الأهل مع سانداون زي هتكون في القاهرة الساعة 6 بالتبعية هتلاقي مباراة الرجاء ومازينبي في المغرب هتبقى الساعة 9 عشان نسبة المشاهدة والمتابعة ويقدر الاتحاد الأفريقي يستفيد استفادة قصوى من فكرة عدد هذه المباراة والمتابعة والبس الفضائي والظروف الجغرافية خدوا ده قياس على دور أبطال أوروبا على فكرة دور أبطال أوروبا من دور التمانية بتلاقي الموعد متبعد عن بعضها ممكن يلعب مباراتين في نفس اليوم لكن مباراتين آخرين في يوم تالي والأربع مبارات الأخرى أو المباراتين الآخرين بيدلعبوا في الإسبوع التالي ما بيلعبش كل المباراة الثلاثة واربعة في دور التمانية مثلا نفس الأمر الاتحادات القرية بيترأي ده عشان حقوق البس الفضائي ولازم الناس تبقى عارفة إزاي الاتحاد الأفريقي بيشتغل على المرحلة الجاية وإزاي الموعيد بيتم تحددها خلال الفترة اللي جاي أي موعيد كانت منشورة على موقع الاتحاد الأفريقي بعد القرعة دي كانت موعيد مبدئية موعيد مبدئية بمجرد الإرسال أو الخطاب الرسمي لما وصل الأندان النهاردة أصبح أو أصبحت هذه الموعيد هي الموعيد النهائية للاتحاد الأفريقي ولا يجوز التعديل فيها إلا في حالة الضرورة القصو تمام طيب خلاص حددنا بالنسبة لكم موعيد المباراة في الفترة اللي جاية موقع التراجي التونسي أعلن الفترة اللي جاية موعيده مع الزمالك هيلعب يوم 28 مع نادي الزمالك والجمعة وهيلعب مباراة العودة الجمعة التالية أيضا يوم 6 مارس قدامكم الليحة هي بنشرح حلقه بند بند وده دورنا في قناة النادي الأهلي لما بنطلع ما بنقس أي أمر بأهل وزمالك أو ما بنقس أي موضوع أنا مصلحتي إيه ومش مصلحتي إيه بقسها بالليحة بقسها بالقانون بقسها الاتحاد الأفريقي بيحدد إيه وبيحددش إيه عشان وأنا باخد أي خطوة بعارف في الخطوات دي أنا باتخذ الخطوات الصحيحة وبطلع أقول كلام مصبوط ولا بطلع أقول كلام في الهواء لايحة قدامكم وعلى فكرة لايحة سهل جداً أي حد يجبها من الاتحاد الأفريقي من السر حرب يعني لايحة سهل جداً أي حد يجبها بس اللي عايز يقرأ واللي عايز يذاكر واللي عايز يقدم معلومة تفيد المشاهد أي أن كان أهلاوي أو زملكاوي أو اسماعلاوي إحنا في النهاية لما بنقدم المعلومة الصحة دي أنت بترفض أو بتخلق فكرة أن الناس لازم تعرف الحقوق بتاعتها إيه وتنبز التعصب اللي ممكن شخص من غير ما يقرأ لوايح يتسبب في تعصب في جزئية يعمل حساسية ما بين الجماهير يوصلهم لمرحلة أن الجمهور يقولك ما أنتوش معنا خط يوم كذا وأنا يوم كذا الحساسية دي أنت بتخلقها نتيجة أنك بتعرض أمور بعيدة عن الليحة لكن لما تعرض الليحة وتحدد الليحة الحقوق المتعلقة بتحديد المباريات ملك مين واختياراتها بتاعت مين هترتاح وهترتاح نفسيا وهتعرف أنت ساعتها أنا خلاص لعبت الجمعة الليحة بتقول كده أنا لعبت السبت الليحة بتقول كده أستعبدي بقى وأجهز وأشتغل بلعبش في فكرة هو ليه الجمعة ولا ليه السبت لأن نفس الأمر في لقاء العودة أنت هتلعب الجمعة في تونس وأنا هلعب السبت في بريتوريا في جنوب إفريقيا لأن الجمهور في ساندونز مش هيخش الجمعة الجمعة يوم عمل في جنوب إفريقيا إذا عدت المباريات على سوبر سبورت في جنوب إفريقيا مش هبقى فيها نسبة مشاهدة نفس الأمر في مزمبي طب أقول لكم على مفاجأة هل يعتقد أحد أن ممكن الدور نصف النهائي يطبق فيه تقنيه دي الفر حد سهل السؤال ده آه ممكن على فكرة محدش ممكن يكون يتخيل أن الفرع يطبق في السيمي فاينال وكل عارف أن الفرع في الفاينال لا ممكن على فكرة وفي دراسة جدة لتطبيق الفرع في السيمي فاينال ولكن في حال تأهل مزمبي إلى السيمي فاينال وعدم استطاعت لجمة الحكام والاتحاد الإفريقي تطبيق التقنية في ملعب مزمبي تحديدا هيتم بإرغاء التنفيذ لمباراة النهائية لكن إذا نجحت الفكرة وملعب مزمبي هيكون مؤهل لتطبيق التقنية ولجنة الحكام بعد تشكيلها الجديد والتعديل الثالث وإحنا الحمد لله أول جاية على ما يقولنا للناس إن لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي تغيرت للمرة الثالثة وقلنا أعضاء اللجنة في الفترة الأخيرة محدش برضو بيتابع الحاجات دي لكن إحنا عشان حرصنا على جمهورنا ويبقى عارف المستجدات وحرصنا طبعا كنادي أهلي نادي القرن في إفريقيا لازم يبقى متابعين وعارفين كل الأحداث الرياضية في الاتحاد الإفريقي والخطوات اللي بيتم اتخاذها ملعب مزمبي إذا تم تجهيز التقنية في هذا الملعب سيمي فاينال هيكون بتقنية الفار سيمي فاينال دورة بطال إفريقيا هيكون بتقنية الفار مزمبي لو خرج قادر لكم بنسبة 99% الفار هيكون مطبق في السيمي فاينال تمام؟ فبالتالي الناس في الاتحاد الإفريقي تحديدا في مصابقات الأندية بتشتغل بشكل فير جدا بتحدد ظروف جهورفية واقتصادية ورياضية وحقوق البس الفضائي والحقوق الإعلانية والإعلامية اللي نحقها بها البطولة دي أنا لما أكسب البطولة بأخذ 2.5 مليون دولار الرقم ده يجي لي بناء على إيه ما لازم الشرقاء اللي معايا اللي بيستفيدوا من حقوق الرعاية والبس الفضائي وتذاكر المباراة في الأدوار النهية لازم تفايا نسبة أرباح عالية وإلا ده لو ما حصلش مش عارف أجيب المبلغ الملاي بأتفحها الأندية اللي بتشارك في البطولة ده النادي اللي دخل دور 16 وخد مركز أخير وخرج أقل ما فيها بياخد 150 متين ألف دولار الأرقام دي كلها هتفحها منين من هذه الحقوق فبالتالي أنا كالتحاد إفريقي بنظم المسابقة يحق لي طبقا للليحة للأندية عرفاها وراح طلاها أحدد الموعيد في الأدوار النهائية طبقا للظروف الجغرافية والاقتصادية فرق الشمال تقدر تلعب جمعة وتقدر تلعب سبت لكن فرق الجنوب وغرب إفريقيا نسبة 99% مباراةها بتبقى يوم السبت بالذات لما بتروح الأدوار النهائية شرحناها وقلنا فيها كل شيء وأتمنى لفترة الجاية الناس تبقى عارفة الحقيقة فين عشان ما تستغلش هزي الأوضاع وهزي الموضوعات وتعمل تعصف في أمور غير صحيحة احنا في النهاية الكلمة اللي بنقولها والرسالة اللي بنقولها رسالة لازم تكون واقعية وحقيقية حتى لو على النادي الأهل نقولها اللايحة دي لو بتقول الأهل يلعب الجمعة يلعب الجمعة اللايحة لو بتقول سين أوصاد يلعب السبت يلعب السبت لكن في النهاية لازم نكلم الناس بمنطق الورق بمنطق اللوايح عشان في النهاية رسالتنا لما توصل الناس تكون مجردة ما نكونش سبب في وطير التعصب أو إصارة أزمة في شيء من لا شيء والمسؤول لما يطلع يعترض لازم يعترض بعد ما يقرى اللايحة قريت اللايحة وفهمت لك الحق اعترض ما لكش الحق ما تعترضش وسكت تمام الفترة اللي جاية خلاص الكل بيستعد لمباراة السوبر يوم 20 فبراير مباراة الدوري يوم 24 فبراير والاتحاد المصر لكرة القدم عجبني جدا أنه بيأكد لا تأجيل في أي مباراة الفترة اللي جاية ولما قال لا تأجيل لمباراة الدوري يوم 24 فبراير ذكر سطر مهم جدا وقاله في بيانه وفي سياق بيانه قال التأجيل السابق هو اللي أربك الحسابات ودخلنا في فترة أي تأجيل آخر هيبقى فيه مشكلة كبيرة فبالتالي إقامة المباراة في الفترة القادمة لاتحاد المصر لكرة القدم حريص على تنفيذ الموعدة التي أعلنها المباراة الإفريقية بعد إعلان موعدها أعتقد ناس كلها عارفة الزمالك والأهل أو الزمالك 24 فبراير 28 29 فبراير ما بين الزهاب والعودة ما فيش مباراة محلية مباراة العودة هتبقى 6 و 7 مارس الزمالك هيلعب 6 والأهل هيلعب 7 ودي موعدنا هي لا يجوز الطعن عليها ولا يجوز تغييرها نهائيا طبقا للليحة طيب خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله عنو فيكم بفكرة من الحكام اللي هيحكمه مباراة دور الربع النهائي وفيه نقطة مهمة جدا برضو لازم نقولها لجمهورنا ودي رسالة يعني مهمة جدا بالنسبة للفترة الجاية ممكن مباراة دوره بالنهائي مباراة النصف النهائي تشوف فيها حكام ما كانوش معاك في الأدوار السابقة لكن لازم نتعامل بشكل إيجابي للفترة الجاية مع أي حكم أي حكم مباراة الآلي في البطولة الإفريقية للفترة الجاية لأن في بعض الأحيان لو فيه اعتراضات على حكام بعينها ممكن يبقى ليه تأثير سلبي على إدارة هذا الحكم شوفنا ده في مباراة الهلال والأهلي وإزاي الاتحاد الفريقي أصر على وجود ردوان جيد وكان حكم فير جدا وعمل مباراة كبيرة جدا وأصبح أبرز حكم مرشح للاختيار من عشرين حكم صفوة عشان يكونوا موجودين في الاتحاد الدولي الفترة الجاية من خلال المعاصقة اللي هيبدأ في مارس القادم إن شاء الله فالفترة الجاية ممكن نشوف بابلاك سيما ممكن نشوف جاني سوكازوي اللي هيكون موجود في مباراة السوبر في الزمالك والتراجي ممكن نشوف اليوم نيانت ممكن نشوف كمان إيريك توجو كاستان الحكم التوجولي ممكن نشوف حكام ما كانوش موجودين معنا في دور المجموعات لكن هيكونوا موجودين معنا في الأدوار إنه يالي إن في النهاية الصفوة أو الحكام النخبة تبتكلم في خمس ست أسماء فمش هيتغيروا فبالتالي الفترة الجاية نتعامل مع الملف ده بشكل جيد جدا وبإذن الله هنتابع الفترة الجاية من الحكام اللي يحكم مباراة السيمي فانال أو الضرر منها قصدي سواء الزهاب أو العودة أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل الناقض الرياضي الأستاذ زردوان الزياتي وحديث مهم جدا في الفقرة الحوالية الأولى من برنامج الأهل الليلة أهلا بحضركم من جديد والفقرة الحوالية الأولى من برنامج الأهل الليلة واللي بيشرفني بيناورني فيها كاتب صحف كبير ناقد رياضي عضو مجلس النواب أيضا كمان الأستاذ زردوان الزياتي أستاذ ردوان أهلا بيك بنوار الدنيا أولا بتشارب بالحوار معاك لأننا هكلم بقى قيمة إعلامية وقامة صحفية كبيرة وفرصة طيبة كمان نعرف في المستجرد المتعلقة بالقرى المصرية ورياضة المصرية إلى أي مدى مجلس النواب بيناقشها وبيشوف الصالح لمصر بالنسبة للفترة اللي جاية طيب بشكل عام طبعا شوف حضرك طبعا في مجلس النواب من خلال لجنة الشباب والرياضة دايما بتتابع الأحداث الرياضية بقى كرة قدم أي ألعاب أخرى طبعا في الألعاب اللي هي بتتميز وتعمل نتائج كويسة بتكرم داخل مجلس النواب اللعبات اللي هي طبعا كرة القدم بنناقش برضو زي مستقبل كرة القدم وناقشناها ديات في آخر في الدور اللي هو قبل الأخير ده الفترة الأخيرة نقشنا قضية ترفع الأسقال كنا عاملين طلبات أحاطة يعني الرياضة المصرية دائما في مجلس النواب تبقى تحت الميكروسكوب سواء في إيجابيات أو سلبيات في الإيجابيات بقى في تكريم سلبيات احنا بنحط دين على سلبيات وبنناقشها وبنعمل طلبات أحاطة بنجيب المسؤولين ويتكلموا بحيث أن احنا عاوزين نوصل لرياضة مصرية محترفة يعني احنا طبعا خلاص عهد الهواية ده انتهى احنا بنركز دلوقتي على أن يكون كل اتحاد رياضي بالهيئات لازم احنا نوصل لدرجة أن يكون في منظومات محترفة لأن الرياضة في العالم كله رياضة طبعا حتة الهواية دي تبقى في الممارسة الرياضية فقط في مراكز شباب في الساحة الرياضية في الأندية الأقليم الكلام ده كله لكن الاحتراف ده هو دلوقتي أساس العمل الرياضي والنشاط الرياضي اللي هو بيصارع أو بينافس على البطولة سواء بطولة محلية أو بطولة إقليمية أو بطولة قرية أو بطولة عالمية أو دورة أولمبية فطبعا دي كلها حاجات لازم الصورة تتغير ولازم سياسة وزارة الشباب والرياضة تتغير في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الاحتراف تطبيق الاحتراف والهواية أو الممارسة الرياضية تكون متاحة للجميع وفي نفس الوقت احنا قطاع البطولة بقول قطاع البطولة يعني يبقى هو ده اللي نطبق فيه نظام الاحتراف طيب أبدأ معك بقى وهنتكلم في محاور كثيرة لكن أبدأ الأول بالنادي الأهلي النادي الأهلي في الدور العام عام النتائج ولا أروع خلال هذا الموسم مستوى أداء نتائج أرقام كلها مميزة جدا تعليق على هذا المستوى وعلى هذا الشكل الفني اللي وصل للأهلي خلال هذا الموسم طبعا عشان الأهلي يوصل لهذه المرحلة من تحقيق هذه النتائج المتميزة طبعا 14 فوز في 14 مباراة تهديف معدل تهديف عالي بيوصل إلى حوالي 3 أهداف في المباراة ده كله مش من فراغ يعني ده كله فيه تخطيط وطبعا إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ولجنة التخطيط ده شغل يعني ده شغل ما حدش المتفرج العادي أو المشاهد العادي ما يحسش بهذا العمل لكن فيه جهد من خلف السطار فيه مطبخ بيتعمل طبعا مش كله مدرب ولعيبة أو فريق لا فيه تجهيز لأنك أنت تعمل فرقة بهذا المستوى عدد كبير من اللاعبين زي ما بنقول كده سكواد كبير يعني عندك أنت الأهل فيه 30 لاعب حوالي 30 لاعب جهزين أنت ممكن تعمل فرقتين كاملين فرقة تلعب بها ماتش وفرقة تلعب بها ماتش آخر وده اللي بيحصل في التدوير فطبعا ده مش من فراغ أنت إزاي أنت وصلت أنت تجيب هذا العدد وتعمل هذا العدد الكبير من اللاعبين اللي هما مستواتهم متقربة ومواهب وقدرات فطبعا ده فيه عين خبيرة فيه تجهيز فيه تخطيط فطبعا ده هو اللي وصل لاختيار جهاز فني على مستوى عالي برغم أن الاسم كان حصل عليه جدل ولا ده ما فيش خبرة ده مش عارف إيه وفعلا يعني مثلا ما نتكلم على فيلر الخبرة هي الحاجة الوحيدة أنه هو دخل فيه الجو الأجواء المحلية على طول ما خدش وقت لكن الأجواء الأفريقية ديت بتاخد وقت لأن أنت دول المحلي خلاص نحن الآن دي عارف بعضها وحتى لكن بالنسبة للأجواء الأفريقية مختلفة تماما على الأجواء المحلية فطبعا ابتدى هو حتى كمان ابتدى يدخل في الأجواء الأفريقية وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنبص نلاقي طبعا مع سواء خبرة بقى للمدرب أو خبرة اللاعبين يعني أنت عندك منوعة كبيرة جدا من اللاعبين ما عندهمش الخبرات الأفريقية الكافية اللي هي تأهلهم للمنافسة الشارسة والقوية وخصوصا البطولات الأفريقية السنادي أو دولة أبطال أفريقيا بالتحديد المستوى فيها عالي جدا أكيد وعبا فيك تساب بوقت يعني مع مباراة أخرى طبعا طبعا طيب 14 رفوز متتالي الإعلام أو الصحافة ترصد الرقم ده إزاي؟ أو بتشوف الاستفادة منه إزاي؟ شوف هو طبعا الإعلام دي حاجة طبعا فيه أرقام إحنا أرقام تحطمت وأرقام لسه ما تحطمتش فالرقم اللي تحطم اللي هو الرقم بتاع بونفرير بونفرير لكن الرقم اللي لسه ما تحطمش بتاع منو الجزين منو الجزين مظبوط وفلت الأهلي في النهاية والتنين أهلي والأهلي زي ما بنقول كده بينافس نفسه في تحطيم الأرقام ما احترامنا تقدرنا طبعا لكل الأندية الأخرى المنافسة والمنافسة التقليدي الزمالي لكن أنت في النهاية بتتعامل مع الأمر في أن دي ظاهرة ودايما الأهلي بيعمل هذه الظواهر أنك أنت تكسب 14 مباراة متتالية في دوري قد يكون مثلا بعض بيقول إن الدوري السنة دي أنا مش 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 مشكلتي إن الدوري قوي أو ضعيف مشكلتي ودي الحاجة اللي هي بتحسب ليه الجهاز الفني سواء بقى الفيلر أو إدارة الكورة كابتن سادعب حفيز فطبعا دي بتحسب لهم على أنه أنت زي الليفربول كده أنا بقارن حتى كتبت مقال قارنت طبعا مع فرق المستوى المستوى والإمكانيات هناك آه الإمكانيات وفرق الدور هنا والدور هناك لكن أنت فيه يعني سمة مشتركة بين الاتنين أن أنت بتتعامل مع كل المباراة على أنها بطولة حقيقة عشان توصل للبطولة الكبيرة لازم تعتبر كل مباراة من المباراة التي أنت بتلعبها بطولة بطولة خاصة أو بمباراة كأس أنت يعني ليس أمامك إلا الفوز وتلعب على هذا الأساس فيش حاجة أسمع أن أنا بحصل أو بجمع نقاط لأ أنت بتلعب عشان تاخد البطولة الأكبر يبقى تتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة خاصة فده طبعا دي الحاجة اللي بتميز الأهلي وبتميز طبعا ليفربول طيب لما اتكلمت مع فيلر حتى في المؤتمر الصحفي في مباراة الأمس مع طلاق الجيش قلت له أنت مباراة حولي أربعة خمس لعبة في التشكيلة الأساسية وإقاع المباراة أو إقاع الفريق منزلش ما هبطش فكرة التدوير والروتيشن كان دايماً بيتقلنا أصلاً بيأثر على الانسجام وبيأثر على المستوى الفني لأن الفلسفة بتاعتك مش كده خالص رد علي قال أني بشتغل مع الفريق على جزئيتين إن أنا بحضر الفريق كله ذهنياً بشكل كويس جداً عشان مرحلة التركيز تبع عليه عنده كل والنقطة التانية بيتعامل مع الجميع بنفس الشكل ما عنديش فرق بين أساس وإحتياط صح فلسفة جديدة على الدور المصر دي طبعاً دي أولاً دي قدرات وأنا بحس إن هذا الرجل يعني عنده عمق في التفكير وفي الإدارة الفريق الناحية الفنية طبعاً وده مش ناحية فنية بس ده أكيد الراجل ده عنده قدرات في التعامل النفسي إزاي يتعامل مع اللعبة دراساته كمان أنا دارس إعلام بالضبط هو دي حاجة فجأتني مبارح فعلاً إن أنا بس مع المؤتمر الصحفي إنه هو يعني حتى بيتعامل في ردوده أولاً مع الإعلام ما بيحركش حد يعني بيتعامل باحترام شديد جداً وفي نفس الوقت ما بيديش طبعاً الإعلامي أو الصحف اللي بيسأل عاوز يوصل لحاجة معينة هو ما بيدلوش الحاجة دي لأن طبعاً في النهاية بيقوله إيه للأمر ده خاص بي أنا وده طبيعي وبيدي له المعلومة اللي هو عاوز يطلحها يعني المعلومة اللي أنا عاوزها تطلع بقى هي اللي بديها لك لكن أنت مش هتكبرني أن أنا أدي لك المعلومة اللي أنت عاوزها لأنه ممكن أدي لك معلومة أنت عاوزها هتضر بالفريق أو هتطلع حاجات أنا مش عايز أطلحها في الفرقة مثلاً فطبعاً دي حاجة يعني يحسب لهذا الرجل قدرته على التعامل مع كل العناصر بقى سواء بقى الإعلام ودي مش أي حد يعني فيه واحد ممكن مدرب كويس جداً لك ما يعرفش يتعامل مع الإعلام فيحصل صدمات زي ما شفنا المدرب السابق لازارتي لازارتي كان دايماً بيصطدم بالإعلام في الفترة الأخيرة كان صدماته شديدة جداً مع الإعلام فطبعاً هنا أنت إزاي بتتعامل معه وهو زي النجم أو النجم برضو اللاعب نفسه أنت بتعيش حياتك إزاي وهو أنا النجم ده جوه الملعب لازم يكون برضو نجم خارج الملعب لازم تشخصية واحدة يعني سواء داخل الملعب أو خارج الملعب نفس المدرب نفس الحكاية مدير الكرة نفس الحكاية فطبعاً دي كلها منظومة بتكمل بعضها وفي نفس الوقت هي بتديلك المنتج اللي أنت بتشوفه لأنه ما فيش حاجة اسمها إن دا لا دا الواحد ودا الواحد ودا لا كلها منظومة بتكتمل من أول الإدارة لحد اللاعب اللي هو هل هو بيحرك بيحرك بكرة طيب المنافسة الدوري موجودة يا صدرات وم لا كعبطولة لا البطولة لا طبعاً الأهل إذا كان الأهل ما بيبقى متأخر ب11 و13 نقطة و14 نقطة بيقولك الدوري لسه بيقولك الدوري فلا هو بقى راكب الدوري وفرق 11 إلى 13 إلى 14 نقطة بس برضو ممكن تكون سلاحظوا حدين لأ حتى الأهل بياخد باله جداً جداً العقلية بقى العقلية بتاعة المدرب وبتاعة الإدارة بتاعة يعني أنت زي ما بقولك كده هو بيتعامل مع المباراة ما بيتعاملش خلاص بقى الدوري دي هو خلاص هو ما بيتعاملش كدوري كدوري هو بيتعامل زي ما قلتلك بيتعامل مع كل مباراة تعتبر كل مباراة يا دوري بقى دوري بطولة دوري الواحد زي ما قلتلك زي بطولة خاصة كده إن أنا دي دي ماتش بطولة فهو هي دي بقى اللي بتفرق لكن أنت فيه ناس اللي مستنية إن الأهل مثلاً هيقع يعني يوم مثلاً يحصل تعادل ده هيبقى مشكلة كبيرة جداً يعني يوم يحصل تعادل في مباراة أصح الكرة فيها وردة أه خاسل وأنا بقولك العقلية أنا شوف اللي اتنين بحطوهم دايماً قدامي أنا ما احترامه لكل الفرق ليفربول والأهلي ليفربول بيتعامل مع كل مباراة إن أنا هكسب المباراة دي وساعات بيتأخر المكسب ويجي في وقت قاتل ساعات يعني يعني هي صراع صراع إيه؟ مش صراع شامل لا دواء صراع بتاعه ماتش بماتش أنا باخد ماتش بماتش ودي عقلية طالما بتوصلها للعيبة وانجحت إنك أنت توصلها للعيبة صحب جداً إن أنت تخرب من لأنه هو ده دي فلسفة وده مبدأ خلاص أنا ماشي عليه عقيدة عند الأهلي وبعدين برضو عندي المكون اللي هو يحقق لهذا الهدف كل العوامل الخارجية حولي بتأهل لده كل العوامل الخارجية وعندي مجموعة اللاعبين اللي تساعدنا على ده القدرات اللي هي متقربة وبالعكس انت بتلاقي اللي قاعد على دكة الاحتياط أقوى ومن اللي بيلعب يعني دايماً كده تلاقيها في الأهلي اللي قاعدين على الدكة لا يقلوا بل وهو فيه منهم بيبقى قاعدوا وعندوا قدرات وعندوا إمكانيات أعلى من اللي موجود جهوه طيب مباراة الأهلي والزمالك اللي هي في الدوري يوم 24-22 تمام هل ممكن تكون حاسمة بشكل كبير هل الأعلام والصحفة شايف إن المباراة دي ممكن تكون حاسمة في شكل المنافسة ما بين الفريقين دايماً أنا السنة اللي فاتت كتبت مقال لما كان الصراع اللي هو صراع النقطة بين ليفربول ومنشستر سيتي كويس قلت أنا قلت كده قلت الدوري لمنشستر سيتي ليه؟ طالما أن أنت كسبت المنافس الأول بتاعك خلاص رقم واحد أن أنت تكسب المنافس الأول فأنت أنت ليفربول السنة اللي فاتت اتعادل ماتش وخسر ماتش من منشستر سيتي فقلت دايما خلاص طالما أنت ما كسبتش منشستر سيتي يبقى الدولي مش هيبقى لك خلاص أنت نفس الحكاية أنا بقى بس مع الفرق طبعاً مع الفرق لأنك كمان أنت عندك المنافس بيخسر من الفرق بالضبط لا أنا بتكلم أنا بقولك يعني أنا عشان هناك المنافسة كانت مباشرة بالضبط لكن أنت هنا مثلاً أنت كسبت كل منافسيك أنت كسبت اللي هما اللي هما ورف في الترتيب اللي معاك في الترتيب وكسبت المنافسين الفرق اللي هما كسبوا الفريل عايزين نفسك بالضبط يبقى أنت ناقص إيه بقى ناقص أنت تكسب بقى المنافس المباشر اللي هو هيبقى عاصل زمالك خلاص هو هيرجع للمركز التاني أكيد طبعاً تمام فإذا أنت ما تكسبه خلاص يبقى الموضوع خلص يبقى خلص بقى إيه احنا بنقول اللي هو مجرد مسألة وقت تتكلف في مسألة وقت عدد مباريات بس بس عدد مباريات والموضوع كل ما بتقدم في الأسابيع كل ما خلاص الدنيا بتخلص يعني فهو طبعا ده حاجة طبعا الواحد كان نفسه يبقى طبعا منافسة الإعلام بيبعايز بسهارة حتى الجولة الأخيرة بالضبط لكن هو ده الحال يعني ودي مش بسبب الآخرين بسبب الأهل يعني ده برضو عشان البعض بيقولك لا أصل الدوري ضعيف آه الدوري قد يكون العنصر الجمهور هو اللي مخلي شكل الدوري كده صح وأتمنى أن يبقى فيه إراضة حقيقية أن الجمهور يرجع لازم لازم الجمهور يرجع حتى زي ما قلنا أنهما تقالوا بخمس تلاف والكلام ده كله ماشي احنا مفقين على الخمس تلاف وعشر تلاف يا سيدي ألعب بالجمهور بتاع صاحب الأرض يعني أنا الماتش بتاع ده الجمهور هو اللي يدخل بس يعني لو أنت ما هو عمل كده طب حركوا ودتني في سكة وفي موضوع مهم جدا هو لما عمل كده السنة دي في الدوري طلع عقوبات غير مفهومة يعني مباراة بلا من ذو الأهلي كانت مباراة مين مباراة بلا من ذو المباراة بدون جمهور تمام والدوري بدون جمهور وفي بعض المباراة بتقول أصلاً ما فيهاش جمهور فجأة كان فيه جمهور فجأة غاربة مئة ألف جناعة لأهلي ليه؟ سباب جمهور هي مباراة هي تنظيمة هو فيه جمهور هو أصلاً من جير جمهور يبقى سباب جمهور إزاي بالزبط وفرد اتنين شتمه وبعدين أنت عندك قانون الرياضة طب فين الجات المسؤولة عندك قانون الرياضة بيقولك اللي بيشتم هو بيتعاقم يعني هاتوا هاتوا للشتم ده وحكموا بالقانون مش كده الليه يعني في إطار لو عايزين نرجع الجمهور يعني لو أنت عايزين نرجع الجمهور حاكم وحاسب اللي بيغلط معتشان الأندية ما تدفعش فواتير مش بتاعتها ومش مسؤوليتها ومش تنظيمها ومش بتنظيمها يعني زي برضو زي العقوبة اللي جات على الكابتن سايد عب حفيز يعني دي عقوبة يعني تم انت الكابتن سايد مع احترامي لي ما عمل حاجات أصعب من كده ما عاقبتوش فجاي بتعاقبه على حاجة أنه هو مجرد كلامه وخد العقوبة عليه وبعدين لا ما فيش عقوبة تتعمل مرتين يعني انت طالما عقبتني ودتني انذار خلاص دي عقوبة خلاص انت بتوقع عليها عقوبة ما لها تاني ليه وبتوقع عليها عقوبة اقاف ليه طيب أعمل مقاطع في الجزية دي اللي معنات اللي فهم مهمة جدا من السعودية والعلاقات الأخوية والصداقة والقرام بيننا وبن الأخوة في المملكة على أعلى مستوى والفتر الأخيرة كان فيه أواصل علاقات وطيضة وتوأمة وتوقيع بورتكول والتفائيات ما بين النادي الأهل ونادي الوحدة السعودي لذلك كان على الهاتف معايا السيد تركي عدنان عبد المجيد الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي سيد تركي مساء خير على حضرتك وأهلا بيك عبر شاشة قناة الأهل أهلا بيك ومشكرا على السبعة أولا سعداء بوجودك معنا عبر الهاتف وطبعا على هامش هذه الاتفاقية والبروتوكول وتبادل الخبرات بين النادي الأهل ونادي الوحدة هناك كانت أيضا مباراة ودية بين النادي الأهل ونادي الوحدة في الكرة الطائرة أنا أعتبر الصوت مش واضح ألو سمعني كده كويس طيب الصوت مش واضح أعتبر سيد تركي كده سمعني طيب أي صدر طبعا كان فيه بروتوكول تعاون وعلاقات متميزة خلال الفترة الأخيرة ومن خلال هذا البروتوكول كان طبعا النادي الأهل موجود في نادي الوحدة ومباراة في الكرة الطائرة ما بين الناديين وكانت هناك جوالات وحتى نادي الوحدة السعودي كان رفع عالم مصر وعالم النادي الأهلي على مقر النادي وشيء طيب جدا وعلاقات المتميزة بين النادي الأهلي ونادي الوحدة وعلاقات المصرية السعودية صحيح أحسنا الحقيقة نشكر لكم ونشكر للنادي الأهلي اختياره للنادي الوحدة مستخورين جدا لأن معتر نادي الأهلي الخارج الآن هذا أثنين للسعادات من بطولة العربية للأنبية ونسمنا لهم في التوتيق إن شاء الله مع بقية الأندي الأخرى تم اختياره في نادي الوحدة فده شيء أحنا فخورين فيه وده مكسب للسريقين إن شاء الله تمام طيب التعاون المصمر خلال الفترة اللي جاية ووجود النادي الأهلي حاليا في معسكر حتى تدريبي في نادي الوحدة أوجه العلاقات الفترة صحيح أحنا المرحب أكون الحمد لله الآن بدأت من خلال عمل ضد المعسكر والاحتكاك بين اللاعبين وإن شاء الله أكون في مستقبل إتفاقيات بما أسمعكم إن شاء الله ونجي في دارة نادي الأهلي مثل مسئلة كابتن مشموط الخطيط نديله مع المصير الخيئة اللي أستند أن أعكر لنا بإن شاء الله خلقهم في فرص من مجهور وانتبار في نادي الأهلي لمناقشة التققيات المصروف تقام مع نادي الوحدة إن شاء الله أكيد طيب الشيء اللفت للنظر يعني أكيد الجماهير كانت سعيدة بهذه اللفتة الطيبة رفع طبعا عالم النادي الأهلي وعالم مصر على مقر نادي الوحدة خلال اليومين اللي فاتوا في وزله وجود طبعا معسكر للنادي الأهلي في مقر نادي الوحدة يعني رفع عالم النادي الأهلي وعالم مصر بالتأكيد على مقر نادي الوحدة مع عالم المملكة ومع عالم نادي الوحدة وشعر نادي الوحدة لقد هذه اللفتة طيبة طبعا رد فعلي إيجابي من قبل الجماهير أيضا خلال الفترة الأخيرة بالله يسمى خيفة كورين ومتوز علم نادي الأهلي وعالم كورين العربية على المسخة النادي الوافض الزودي وشيء بخر لنا ورحمة النهاية يعني الرياضة شيء جميل لأننا نكون البقار وبين الشعوب نحن أحياء هذا أقل شيء يمكن أن تقتل لنادي الأحياء ننتظر زيارة أخرى للنادي الوحدة أيضا خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سيد تورك عدنان عبد المجيد الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة السعودي بشكرك شكرا جزيلا ودائما اللقات الطيبة والإخوة والصداقة ما بين النادي الأهلي ونادي الوحدة وكل الأندية السعودية بالتأكيد شيء طيب جدا ما بين الناديين والعلاقات الطيبة أيضا كمان بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مهم جدا وفكرة العلاقات الوطيبة ما بين الأندية العربية وما بعضها حتى لو في طر بعيد عن كرة القدم لعبة كرة الطائرة وتبادل خبرات وبروتوكول في هذا الأمر طبعا دي شيء يعني هو شوف الرياضة أصلا يعني معمولة عشان التبادل الشباب سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي يعني هي الرياضة أساسها كده أنها الصداقة بين الشباب وبين الشعوب والكلام ده كله غيرما لقاءات رياضية حلت مشاكل سياسية أكيد فطبعا فما بالك بقى أننا الحمد لله العلاقات جيدة جدا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي البحرين وفي كل الدولة العربية معدى الدولة المرقى إياها لكن أنا أقول أن ياريت البروتوكولات ديت وياريت برضو أن احنا نأكد على العلاقات مع دول الشمال دول الشمال الأفريقية أنت أنا كنت ببقى سعيد جدا أيام بتعمل البطولة العربية والبطولة العربية دولوقتي دور أبطال العرب اللي بتعمل دولوقتي ده بيقرب أنت عارف ما كانش بيبقى فيه لقاءات إلا في المستوى الإفريقي إلا في المستوى الإفريقي لكن أنت ما بتحتك بقى وتلعب مع فرق سعودية ومع فرق إماراتية ومع فرق مش عارف إيه ومع فرق الاحتكاد دزائر والمغرب كانت عارف كان دايما يقولك الشمال والحساسية كل ما بتأكد اللقاءات دي سواء في كرة القدم وفي الطائرة وفي اليد وكلام ده لازم فعلا بتزوف فيها حساسية كسيرة جدا كتير خلاص بتبقى خلاص بقى إحنا راحين جايين على بعض فإذا أنت الحساسية دي بتدوب بتقل بتقل وفي نفس الوقت دي رياضة أنت مرة دي بتكسب مرة جاء بكسب وهي إحنا مفروض ده مفهوم الرياضي يعني نحترم بعض يبقى كل اللقاءات الرياضية في إطار الأخوة والصداقة والمحبة أكيد والفترة الجاية إن شاء الله يكون فيه تبدل الخبرات ما بين النادي الأهل ونادي الوحدة تحديدا في مجال القرى الطائرة والبروتوكولة المواقعة إن شاء الله الفترة الجاية يكون فيه استفادة بالنسبة للجانبين طيب نرجع لفكرة المباريات بجمهور ولا بدون جمهور ولو إحنا عايزين نرجع للمباريات بجمهور أساساً وإحنا بتطبق السيستم اللي بدون جمهور بنعمل خروقات غير سليمة وفي الآخر بتصدر عقوبات على أندية ليس لها علاقة بالأزمة اللي بتحصل ما هو أشوف حضراء إحنا دلوقتي طالماً إحنا وصلنا يعني ما قلنا قلنا موضوع مشروع بتاع تذكرتي والحطة إن أنا خلاص المشاهد ده أو المتفرج ده بيحضروا عروف الرقم الكورس بتاعه معروف قاعد فيه وبياناته وكل الكلام ده خلاص فإذا أننا اللي يغلط حسبه يعني أنا زي ما احنا بتشوف كده في أوروبا بيقولك يحرم المشجع فلاني الفلاني من حضور المباريات لمدة ستة شهور ستة شهور في ناس بتتحرم مدى الحياة في ناس بتتحرم لمدة موسم كامل فإذا إحنا لازم نطبق الكلام ده يعني أنا برضو يعني ما زلت بقول إن المنظومة في كرة القدم بتدار لسه بطريقة يعني ماهش احترفية خالص يعني مش عايزة أقول هو يعني ماقول يعني ناس شبه محترفين يعني قال ينفع مثلا يبقى لجنة أو إدارة المسلوكات في تحديد كرة اللي بيشجلها واحد بس ينفع ففيش إدارة الكلام ده لو أقولتك كذا كذا لقاء تلفزيوني إحنا عايزين منظومات محترفة احترفية يعني عايزين إدارة مسابقات محترفة عايزين إدارة حكام محترفة مافيش حاجة اسمها لجنة لجنة دي إيه لجنة لجنة دي لجنة للوا لكن الإدارة نعم اندهشت من قرارات لجنة الاندباط طبعا يعني هي يعني هي العقوبات اللي اتعملت على لعب بيراموس طبعا دي تجاوزات خطيرة وبعدين يطلع يقولك أصل التقرير الحكم لم يكن له ومش عارف تقرير المرائب ما دعموش الحكم بيقولك أنا ناس يعني اعتدت علي ومنعتني أن أنا أركب عربي والكلام ده كله إزاي ما تتحقبش قال لك عشان تقرير المرائب ما ذكرش يا سيد المرائب ده ما يتحسبش ليه مرائب ماشي لا ما يتحسبش المرائب مفروض لا يغادر الملعب أو المكان اللي تقوم فيه إلا لما يطمئن أن كل الفرق مشت وكل الحكام مشت وكل الدنيا مشت ده بيقولك تقرير الحكم لا يعقول عليه إذا كانت هناك أحداث بانتهاء المباراة يعني أنت الحكم ده طبعا تاخد كلام من مين لو مش الحكم ممكن يطرد لعيب بعد المطش نعم مش الحكم ممكن يطرد لعيب بعد المطش يطرد لعيب وطالما في جول بتاع ده الحاجة الوحيدة اللي بره طالما داخل النادي أو داخل الاستاد خلاص هو لكن خرج بره خلاص في الشارع بقى ده يحسبه في الاسم لكن طول ما هو موجود في المنشأة الرياضية يحسبه رياضيا بالزبط تمام خرج بره الشارع بيحسبه في الاسم يروح يعمل له محضر في الاسم فهي يعني احنا احنا لنشتغل صح لما نشتغلش والتسوف القرارات يا سيد ردوان تلت مباريات انت يعني الخمس افراد سواء اللعيبة او حتى المنشير الرياضي او حتى هل الكلام اللي قالوه او الفعل اللي عملوه نفس الفعل نفس الكلمة استحالة يبقى زي كله تلت مباريات تلت مباريات خمسين الف تلت مباريات خمسين الف يعني هي يبقى كلهم طبعا لجنة الانضباط المفروض يعني هي طب فين ادارة المسابقات فين دور ادارة المسابقات مفيش لايحة ليهم اساسا مفيش ادارة اصلا مفيش واحد بس يعني ده كلام هنقول اه ده اصدي المجلس ده مجلس مؤقت واللجنة اللي مش عارف ايه لإدارة اللي مش عارف مؤقتة والكلام ده لا انت جاي عشان تعملي اه بتأسس لمنظومة احترافية في كرة القدم عاوزين منظومة احترافية في كرة القدم انت هتعملها وانت عندك الفرصة ما عندكش انت حسابات انتخابات ولا الكلام ده عندك الفرصة طب ليه انت ما عملتش اللي هو ربط نديت المحترفين ليه ما عملتش ليه ليه ما عملتش المنظومة كلها وزبطها إدارة المسابقات وإدارة التحكيم والكلام ده كله والاستثمار الرياضي فرصة عندك أن أنت بتشتغل بهدوء وبدون ضغوط حضرتك كنت متفائل معي في حلقة من الحلقات اللي كانت بعد إقالة المجلس أو استقالة المجلس السابق لاتحاد الكور وكنت متفائل جداً بالمرحلة اللي جاية هل ما زلت على نفس التفاعل لا لا أنا قلت برضه في حلقة مش عارف كنت معاك ولا مع حد تاني قلت للتحاد ده اللجنة دي فشلت قلت فشلت يعني خلاص طالما أنت ما عملتش اللي الناس كانت عاوزاه مثلاً أنت بتقول لي الفار إيه يعني أو الفار ده عشان أطبقه لازم أطبقه من بداية الموسم ما ينفعش أن أنا أطبق فار في نص موسم والنص التاني من غير فار لا يا سيدي يلحق ما يلحقش ده كلام مش أنت تتكلم عن فكرة تكافؤ الفرص بالضبط يعني أنت في ناس كسبت وناس بتاع من من غير فار والناس بقى تيجي تطبق الفار بقى على طب دي واحد اتنين ما عملش ما عملش اللي احنا كنا عاوزينه زي ربطة أنديت المحترفين ما تعملتش ما عملش الإدارات التسويق الدوري ده ما تعملش فين إدارة الاستثمار فين إدارة التسويق فين إدارة المسابقات فين برضو منزولة التحكيم فيها خلل كبير جدا فيها مشكلة كبيرة خلل زي ما بقول لك كده أنت كمان أعلنت كزا معاد أن أنت هتطبق البار عشان أعلن ومش معاف رخصة يعني الرخصة مستلمهاش مش أنت عارف المفروض تطلع تقول للناس أن الحكام لازم يتمرنوا على تقنية الفيديو وكلام ده كله وياخد رخصة وياخد موافقة من تحدي الدولي طبعا أنت الكلام ده ما وضحتوش ليه يبقى إذا أنت هنا ما احترامي الجهدك اللي أنت عامله لكن هو ما زال جهد عشوائي يعني ما هوش ما فيش تخطيط مش مابنة على أساس أنت عملت لجنة فنية يعني أنت عملت لجنة فنية داخل الاتحاد أو إدارة فنية أنا بحبش كلمة لجنة عملت إدارة فنية تخططلك أنا بقول لك أنت أنت عندكش ضغوط ما عندكش حسابات انتخابية ولا عندكش حاجة زى كده ليه أنت ما عملتش الكلام ده كله طبعا أنت يعني عندك مشكلة في إيه اطلع أقول أن أنا ما عملتش ده عشان كذا وما عملتش ده عشان كذا عشان تبقى برضه أنا أنت أنت دلوقتي أنت جيت واخد وقت يعني ما انتش مثلا ما انتقولكش أنت جاي تلات تش وهتنش لأ ده أنا قعدك سنة كاملة وسنة كاملة ما بتكون أنت بتشتغل من غير ضغوط بتقدر تتميز وتعمل حاجة متميزة ما عملتش ليه يعني أنت مستني مين اللي هيجي احنا عارفين مين اللي هيجي في الانتخابات اللي جاء دي ما ممكن نفس اللوجوه تيجي تاني وأنا بطالب الناس الأسماء اللي ابتدت تظهر على السطح تاني وعاوزة ترشح نفسها اتحاد القرى أقول لهم يعني ارحمونا يعني بلاش بقى تطلعوا تقولوا أن احنا هننزل يعني ما ينفعش أعرض لحضرتك جزء من تصريحات لدكتور جمال محمد علي نايب رئيس اللجنة المؤقتة عن لايحة الجبلية اللي المفترض هو كان موجود في مجلس النواب ومجلس الشورى بيقدم مقترحات أو كان في استجواب مؤدم هو مكتوب حتى في الخبر يعني الخبر كب منشور الشيوخ لسه هو الشيوخ وليسه ما تعملش طب أقولك الخبر نصي مكتوب إزاي لأحد المواقع تواجد الدكتور جمال محمد علي نايب رئيس اتحاد القرى في مجلس النواب للرد على استجواب مقدم من طريق السعيد عضو مجلس النواب ورئيس نادي الترسنة بشأن اللايحة جديدة لاتحاد الكرة التي يتم حاليا إعدادها قبل عرضها على جمال عمامية الجبلية وقيمة الجلسة بحضور أعضاء لجنة شباب ورياضة بقاعة مجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف رشاد وحضور أقصر من خمسين رئيس نادي ومثل اتحاد الكرة في هذه الجلسة الدكتور جمال محمد علي تحدث كلا من سامير موسى وطريق السيد وعاصم مرشد وهرماس ردوان ورأسة أنديت الزرق والأولمبي وقوم حمادة وبني عبد عن اللايحة وقال دكتور جمال أن اللجنة الخمسية مكلفة بتعديل اللايحة من الاتحاد الدولي أبقى قرار الاعتماد دحق أصيل للجماعية المهمية هناك خطوات علمية لإعداد اللايحة بدأت بسماع رأي الفيفا وتوجهتهم نحو تطوير اللوايع بكل الدول ثم سماع رأي الخبراء القنونيين وأيضا رأي الأندية أعضاء الجماعية المهمية وتم إرسال خطابات ثلاث مرات للأندية لإرسال مقترحاتهم ولم يستجب سوى ثلاث أندية فقط وبعد الانتهاء من تجميع الأراء سوف يعرض الأمر على أقرب جماعية عمومية واستقرت اللجنة على الدعوة للجماعية المهمية العادية خلال الفترة اللي جاية بخصوص اللايحة لا اهتمدها قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي لقرة القطر طبعا الموضوع ده اتبعت لأندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشان إرسال المقترحات تعلي حرك على هذه الجلسة ولو عندك معلومات برضو عن هذه الجلسة والكلام اللي ضار أنا للأسف أنا ما حضرش الجلسة دي بس بقولك الإعداد للجلسة دي طبعا أنا بحتلم طبعا زملائي والمهنز أشرف رشاد طبعا رئيس لجنة الشباب الرياضة لكن هو الهدف من اللقاء ده أو طلب الأحاطة ده يعني ما كانش عشان اللايحة ما كانش عشان اللايحة كانش الهدف الأساسي بتاعه مش عشان اللايحة وعشان مشكلة الهبوط إن فيه العدد معقولة أنا بقولك كده يعني استجواب راح مجلس النواب عشان فكرة طلب أحاطة لأ طلب أحاطة عشان بس أنا بقولك النية الأساسية هو كان عشان اعتراض على نظام الهبوط في نظام الهبوط اللي هو فيه قسم التاني مش مناشت اللايحة ومصلحة الكرة المصرية لا ممكن يكون ده كرئيس لجنة الشباب وكمجلس النواب هم طبعا أهم حاجة عندهم اللايحة طبعا هو أنا كلجنة شباب وكمجلس النواب مش هتهمني حتة الهبوط وصوء ده ده نظام أنا بدخلش في التفاصيل ده نظام فني لا أنا اللي يهمني كمجلس النواب وكلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب اللي يهمني اللايحة اللي هي هي هيمشي عليها مستقبل دستور اتحاد الكرة اللي هيمشي عليها مستقبل تحط عليها مستقبل الرأس المصرية في الفترة اللي جاية نحن نخطط لمستقبل الكرة المصرية لكن التفاصيل الهبوط ومش الهبوط والكلام ده ما لكن هو أنا أقولك النواية رؤساء الأندية بتاعت القسم الثاني أنه هم معترضين على نظام الهبوط بقى كمان كصحفي وأنت عارف التفاصيل أنا أتكلم كصحفي أنا أتكلمش كنائب هم معترضين على نظام الهبوط ده الأساس يعني في الموضوع لكن الليحة أنت المفروض أنا أقولك أنت مش تحت ضغوط حاجة ما عندكش حاجات انتخابية ولا رشد ولا يعني أنت عاوز تعمل أنت جاي عشان تعمل تأسس حاجات لمستقبل الكرة المصرية عايز تصحح مجلس دار اتحاد الكرة اللي هيجي ده يجي صح عاوز تعمل مسابقات محلية صح عاوز تعمل منظومة محترفة صح فأنت الكلام ده أنت فين منه الليحة يعني سهلة جدا أنت تعملها أنت بتأخذ رأي محترامي طبعا بتأخذ رأي الناس اللي هيقولوا لأ مش كده ولا ليه ما كانش هتتعمل ما كانش الليحة دي ما كانش هتبقى على مزاج الناس دي مش هتمشي أنت دلوقتي أنت جايزة ما قلت لك كده أنت جاي مكلف بمهمة معينة إصلاح نظام الكرة في مصر خلاص أنت هتصلحوا بالناس اللي هما أفسدوا الكرة في مصر أنت جاوجد نفس حراتك أن المنظومة كلها تتغير المنظومة أنت لازم تغير المنظومة كلها والعقليات لازم تتغير محترامي لكل الأندية في مصر لأن الكلام دي هو حاجة نتسمعه من 20-30 سنة سيد الفوضل أنت اللي بيشتغل بالمنظومة الصح هم ناس تعد على أصابع اليد الوحدة في مصر وعتلوهم مش في الاجتماعات دي وما بيحضروش لأن أساسا الاجتماعات دي بيبقى هذا لا باشا ما تعمل في أحد الأندية تعمل اجتماعه وحضره كل اللي حضره رأساه احترامي أنا ملاك الشباب أنا كنت رئيس مركز شباب تمام وحاليا رئيس نادي يعني رئيس نادي جديد لسه بتولد جديد يعني الناس اللي هي اللي عندها الفكر واللي عندها القدرة على أنها تعمل حاجات كويسة ما بتحضرش الكلام ده اللي بيحضره طبعا لهم صدقني كلها عشان أنا الهبوط ازاي وإن أنا أقعد في الدولة القسم التاني ازاي وأطلع ازاي وانزل ازاي بقى يهمهمش غير كده طيب عشان أختم الجوزة يا زي هل مجلس النواب الفترة الجاية هيطلب تتعرض عليه اللايحة قبل الاعتماد بالجامعة اللومية أكيد يعني أنا عندي أهم حاجة أهم حاجة اللايحة 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 دي لأن هي دي اللي هتحط عليها مستقبل مش بكلهم بلاجنة شباب ورياضة بكلام عن مجلس النواب بشكل عام لا لا هو مجلس النواب ما بدخلش نفسه في القصة بس فكرة رقابية لاجنة الشباب لا بص لاجنة الشباب هي بتبقى بتمثل عقاية على فكرة ما يتم مناقشته داخل اللجان في المجلس اللجان النوعية عشان تبقى الناس فهمة دي عشان ليه لاتخاذ القرارات في القوانين في كلام ذاكي لكن المطبخ كله داخل اللجان كل حاجة بتحصل داخل اللجان فإذا انت اللايحة دي تعتيجي لازم تتعرض داخل اللجنة ويتقال فيها لكن أنا بقول إن أنا ما أخدش أنا أجيب خبراء بقى خارج الناس دي خارج رؤوساء الأندية وأن الأندية يدقش هو أجيب خبراء بقى الناس اللي هم دماغهم شغلة في هذا الموضوع لأن أنا ما أجيبش صاحب المصلحة وأخد رأيه وصاحب المصلحة هيقول لي رأيه في ضوء المصلحة بتاعته ممكن يقولك رأيه في حتة إنه ما لوس صوت فيقولك لا زود بند وحط بند عشان يبقى ليه صوت يا سيدي اللايحة على بديك مثال عشان كده أنت عايز ناس خبراء بعيدة عن الأندية بالضبط ناس محايدين وناس أصحاب رؤية وأصحاب فكر صح وناس مع مشهود لهم بالكفاء والقدرة على إنها إنه يعمل اللايحة نعمل اللايحة محترمة وإنت اتحاد يا كرة بقى أو اللجنة القائمة على دارة الكرة في مصر الآن أنت بدأ يعني ما واضح الطريق خلاص الطريق واضح ومعروف ما تعمله تعملش الكلام ده قدامك بقولك تبقى بطل قومي مش كده ولا إيه مش عايز تعمل كده اللي مش عارف طيب أنا ما زلت بقصر وأصمم إن فيه أياد خفية بتلعب من خلف استطار وهي اللي بتدير الكرة في مصر هيباني الكلام ده ساعة الانتخابات لا ما باين لا ما باين طيب ماشي كلمنا عن الألف المشواري المحلي كلمنا عن اتحاد الكرة والفترة الجاية ننتقل بالي ملف مهم جدا وكان حديث الساعة خلال الساعات القليلة للماضية طبعا قرع الدارة وابطال إفريقية تعملت كل فريق عرف المنافس بتاعه فطور التمانية الأهل عيواجه سانداونز بطل جنوب إفريقيا الزمالك مع الترجل وداد مع النجم الرضايا المغربي مع مأزينبي الكنغولي نهاردة الاتحاد الإفريقي أعلن بشكل رسمي كجهة مسؤولة عن تنظيم المباريات بدءا من دور المجموعات ودور السمانية حتى المبرنية الموعيد الرسمية للمباريات الفترة القادمة وأعلن عبر موقعه الرسمي خلاص ده لقاء الزهاب إن شاء الله هيكون في القاهرة خلال الفترة الجاية ومبارات العودة في بريتوريا في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس في جزئية مهمة يا سيد ردوان وأنا كلمت فيها في الانترو وشرحتها مع الناس الناس اعتقدت أن بعد القرى لما تعاملت ونزلت مواعيد مبدئية على الويب سايت على التحاد الإفريقي دي المواعيد الرسمي ما يعرفوش أن فيه موتة زمنية والتحاد الإفريق في الأدوار النهاية هو اللي بيحدد وهو اللي بيعلن بشكل رسمي التوقيتات والمواعيد وبيسيب لك أنت كنادي تحديد الملعب تبقى للرواية الأمنية لранدك في بلدك الملعب توكي وحتى توقيت المباراة ما يعني هو بيأخد رأيك في الأول في المواعيد برضه عشان تبقى في الصور هو بيستطلع رأي الأندية حتى دورة 16 في الأدوار النهاية في الهو بيستطلع رأيك تمام وهو بياخد القرار النهائي في ضوء بقى حاجات تانية شرحناها تسويه والبس الفضائي والظروف الجغرافية والظروف الجغرافية مفيش نادي بيحدد معادل مباراة التمهيدي لا 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 بس هو هو بقى اللي أنا بقى طبعا بعيب عليه في التحاد الافريقي ايه بقى ان الاخبار بتطلع من المجرب و تونس بمعنى بمعنى ان الممثلين في اللجنة التنفيذية نقول اسماء ولا بس عايز افهم المعنى بتاعها يعني اصدك انت الاخبار بتطلع يعني فيه ملاكس قوة في التحاد الافريقي والملاكس القوة دول من المغرب و تونس انت اصدك في تسريب المعلومة في تسريب المعلومة في المطبخ في المطبخ يعني الاخبار الاول يعني انت مقر الاتحاد الافريقي فين في مصر في القاهرة طب المفروض الاخبار تطلع منين من القاهرة يعني لو كان فيه خبر بيطلع هو طبعا انت بتعمل البيان بتاعك وخلاص اللي في القاهرة بيشوفه في المغرب مع تونس خلاص مع الجزائر مع كله لكن ما يبقى أخبار انفراد وأخبار تخص الاتحاد الأفريقي سواء بقى توقيت مباريات اختيار حكام استبدال قصص كما دي شطارة إعلام هناك لأ مش شطارة إعلام لأ مش شطارة إعلام دي فهاش شطارة إعلام أصلا أنا مين المصدر مين المصدر عضو المكتب التنفيذي من تونس المصدر الثاني عضو النائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو النائب التنفيذي من المغرب فأنا طبعا أنا المفروض أنا كراجل مسؤول ما طلعش خبر إلا من خلال بيان صحف يروح للجميع أنا بتكلم مش خطورة للخبر خطورة التحكم فيه الخبر وتحكم فيه القرار داخل الاتحاد الأفريقي بقى مطبخ صنع القرار بول مكتب طبعا مش إعلانه لأن أنا بعتبر إعلانه لا إعلام أنا بكلم ده الخبر طلع خلاص الخبر طلع دي شطارة إعلام مع المصادر يعني مثلا اختيار حكم أما عرف أنا في تونس مثلا حكم مباراة زمالك والترجي اللي هتيجي مثلا ويعلن الخبر من تونس ما هو نفسها بس أقول لك الحاجة يا سيد زردوان الخطاب اللي راح للاتحاد التونسي هو لجي الاتحاد المصري بس فيه فرق الاتحاد التونسي أعلن الاتحاد المصري ما أعلنش لا مش حصلتك على فيكتور جميز موبارات السوبر لا أنا بكلم كمبدأ عام ده كمثال يعني هو بتعوي الشغل وإعلن حكم وبعدين الناس هنا أعلن الحكم حاجات كده أنا بكلمك في إيه أنا ما مش عايز أتهم حد بس أنا بقول لك أنا بحذر ولازم اتحاد الكرة يكون صاحي ولازم اتحاد الأفريقي يعني يشوف القصة دي تمنتليك ممثل كبير في المكتب التنفيذ لا أنا الممثل ما ممكن الممثل المتاع في التحاد الأفريقي ما مش شغله الموضوع ده أنا بقى خليه أشغله يعني أنا كاتحاد كرة وكأندية أنا كإعلام أنا كإعلام يا سيد رضوان أنا كإعلام قبل الأندية هي مش قصة لو الإعلام أيوة لو الإعلام أي مدور في الأضايا الكبيرة وعارف يعني إيه مصلحة الأندية والمتخابات يعني موضوع اللي حصل لإستبدال ده مش كان فيه ليحة طبعا طب يعني ينفعي تعمل نظام جديد في منتصف الموسم يعني تبدأ بالموسم بحاجة وفي نص الموسم أحط حاجة تانية وتمرر من لجنة التوارئ طبعا فيه ناس لها مصالح طب إحنا فين كإعلام مصر عملنا إيه المهندس أنا بريده عمل إيه ليه لم نقف قدام الناس دي اللي عملت الموضوع ده وبكل قوة واحتجينا واعترضنا وألبنا الدنيا هو وأمواء البعض يقولك طبعا أصل هو خلاص هم المراكز القوى اللي داخل الاتحاد الأفريقي هي اللي هتنتصر في النهاية إذا أنا الحاملة بتاعتي عملها تبقى تقع على فش لا أنا لازم أقاوم ولازم صوتي يوصل لازم صوتي يوصل لكل الدنيا إن فيه حاجة غلط تحصل لداخل الاتحاد إحنا دلوقت بنقول على الفساد اللي في التحاد الأفريقي ده مش هنة بس ده وجريد أمريكية شهيرة جدا وكتبت كلام ده كتبت أه وهم قالك احنا هنلحقهم وأنقضيهم والكلام ده طلعوا بيان في الاتحاد الأفريقي وفي مكتب تنفيزي أه مصد كلام ده طالع من الناس اللي هم كانوا بيشتغلوا في الاتحاد الأفريقي وطلعوا الفساد اللي موجود في الاتحاد الأفريقي والفساد游 angled Africa مش مالي. ده مالي وفني وإداري وكله. فيه خلل داخل الاتحاد الأفريقي. والخلل للوجود مراكز قوة. وصراع مراكز قوة. يعني صراع بين تونس والمغرب. ما هو بان في مطش الوداد والترجي. مش بان؟ كان ظهر لكل الناس. كان ظهر لكل الناس. إذن هم دول مراكز قوة في الاتحاد الأفريقي. مين حسبهم؟ لازم يتحسبوا. ولازم يوقفوا عند حدهم. لازم يبقى فيه. هو رئيس التحدي الدولي لما طلع وبالتصرحات اللي هي. وقال لك واعترف بالكلام ده. تلميحا وتصريحا. وقال لك الفساد في التحاد الأفريقي. خلاص. يعني انت لازم عشان. انت فيه السنة دي دولة أفطال أفريقيا قوي جدا. وبتدت البطولة. البطولات الأندية الأفريقية. بتدت ترجع للقوتها وأكتر من الأول كمان. مزبوط. يبقى إذن إحنا بقى هنستفيد من الكلام ده. وإحنا لازم التحاد الأفريقي ده يبقى على مستوى لإيه؟ الحدث. يعني لازم على مستوى الأحداث اللي تطلع. ده. انت بتنظف بقى بطولات كبيرة. عندك كاس أمم بقى حاجة تانية خالص. عندك دولة أبطال أفريقيا. عندك كونفدرالية. عندك كل المسابقات. حتى بطولة المنتخبات الأولمبية. والكلام ده كله. تمام. فأنت عندك مسابقات ضخمة. بقى زي من الناس اللي بيدروا. بيدروا هذه المنظومة برضو. زي ما بقول الاتحاد الكرة هنا. الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي. احنا كنا. كنت أنا بغطل الاتحاد الأفريقي. وأنا صحف صغير. كان اللي بيدر الاتحاد الأفريقي. تلت شخصيات. ما قلت زي ما اختلف بقى. دلوقتي بقت فيه لجان. لجنة طوارئ. ولجنة قلية. بقول لحضرتك كانوا اللي بيدروا. يعني أقولهم لك بالاسم. كان مصطفى فاهمي. وكان دكتور فيكن. وما كانش في حد. كان كل الناس دي بتيجي كده. تحضر التمعات. آه. وكان اللي بيدير المنظومة اتنين. سكرتير العام. سكرتير العام. آه. سكرتير العام. آه. سكرتير العام. والمدارة الإعلامية. تمام. وبس. ما كانش في حاجة كلام ده. وكانت. أنا بقول لك. أنا في أحد السنين. أنا انفرطت به. الجدول الكامل لتصفات كس العالم عن قارة أفريقيا. وفرطت به. ما كانش حد بيسأل ولا حد يعرف أي حاجة. فبقول لك يعني. دلوقتي المنظومة هتشوفه عاملة إيه وبتاعه. وبيشتغلوا في ملايين. مقات الملايين من الدولارات. الموضوع متشابك. وأنا حتى مش عايز أفتح فيه. انتظارا لأن هذا الموضوع تحديدا. لا هو هو هتبان. هتبان. هتبان حاجات كتير جيدة الفترة الجاية. أولا لتحدر إفريقي. حدد معاد للمكتب التنفيذي الفترة الجاية. لأن واضح من البيان اللي صدر. إنها ينفس خارطة طريق الفيفا الفترة اللي جاية. دي نقطة. النقطة التانية. التقرير اللي طلعت أو الموضوعات اللي طلعت. لسه هتتعرض على الجهات المسؤولة في هذه الملفات وهذه الموضوعات. بس هي الفكرة اللي عايز أروح بقى فيها لمسابقات الأندية. فكرة الاستبدال في موضوع اللايحة. دا كان غريب جدا. بس ماتش أندية اعترضت. كل اللي شاب نفسه بيستفيد. ما أقولت لك عشان إيه؟ هم عارفين إن في النهاية إن الاتنين دول مراكز القوى اللي موجودين في التحالي الأفريقي. حدش هيقدر عليهم. بس أقول معلومة. وأنا انتظرت عشان محكمش بشكل نهائي لما القيد يخلص شهرها نهاية. أقل الأندية استفادة من الاستبدال كان الوداد والترجي والأهلي. مازمبي استفاد استبدال أربعة. أنا ماليش دعوة. النجم الساحلي استبدال أربعة. لا الترجي ما استفادش إزاي من قالك إن الترجي ما استفادش. واحد بس. لا استفاد. ما استفادش ما استبدلش ما استبدلش. يبقى دي بقى. إن حتى في المباراة الأخيرة ما شابت القبائل لعب بكل المجموعة لا بلعبتش البطولة. فبيتالي لعب كل القايمة. لا أنا أنا بقولك هو أولا دي حاجة خطأ يعني. أنا فاعدة. طب الخبر طلع من الإعلام المغربي بصفة إن فيه نائب رئيس لجلة رئيس اللي اتحضر في قفل الطوارئ. فالإعلام هناك متواصل معاه. فقال لهم المعلوم. ماشي. لا إنت ما يكون حاجة زي كده. يعني دي إنت راجل نائب رئيسة تحل أفريقيا. كويس. إنت ما يكون حاجة خبر مهم زي ده. أو حاجة خطيرة زي دي. قاله قبل ما يتم اتخاذ القرار. بالضبط. يعني معناها إنه هو إيه اللي هو شغال فيه. لكن أوجه الاستفادة ما لا ما ليش دعوة بقى ما هو كان يمكن كان عاوز يستفيده. مازملي أكثر الاستفادة هو ومجم الساحلي. ما يمكن هو كان عاوز يستفيده ومعرفش. الزمانك استفاد أكثر من الترجل والنجد. ماشي. هو ممكن كان عاوز كان حاطت في خطوطه إنه هو هيستفيد ومع الظروف ما ساعدتهوش. وانت ممكن إنت تقعد تطبخ وتعمل وبتاعه وحد غيرك يأكل. مثلا آه. يعني إنت بتقعد تفنن في الثبط. في الوطار العام يعني فكرة إن في نظام بدء من الأول ما يتغيرش. آه بالزبط كده. ده هو ده هو ده. ده هو ده الأساس. لا وانت خلال الثلاث أربع مواسم الأخيرة دي في واضح كان فيه. لا البطوات كان فيها مشاكل كبيرة. فيها مشاكل كبيرة يعني. مشاكل كبيرة يعني. وقاله عقوبات اللي تعملت على الأهلي ومش عارف إيه والكلام ده والترتيب والمش عارف. كل الكلام ده كان فيه وكان معروف يعني. لازم كلام ده يتحضلو حد. والظروف الجغرافية لأن البعض أعتقد أنه هو اختار 29 فالأهل اختار 29 فبيصدر له أزمة فالأهل هو اللي ماشي كلمته هي لكلمة الأهل ولا كلمة الزمالك كلمة الاتحادر الفريقي هو اللي بيحدد. وأنا بالمناسبة بالمناسبة يعني بقى سواء الأهل أو الزمالك خايفين أو مش متحرجين أو لازم ماتش الأهل والزمالك بتاع الدورة ده يتأجل. ده وجهة نظر حضرتك. آه طبعا. بس ممكن يكون لي ناجي كليه وجهة يعني التحرق ولا حاطة نظام. أنا متأكد مليون في المية إن الزمالك والأهل مش عايزين الماتش ده. أقول لك أوه ولو حد منهم يطلع يقول لي لأ أحنا. الأهل ملتزم بجدولة دورة. جا باشا بقولك أنا بقولك. الاتنين مش عايزين الماتش ده في هذا الطوال. اتحاد الكورة لما أجل الماتش أول مرة حالياً دلوقتي هو بيعترف. واتحاد الكورة ده المرة الأولانية. وهو بيعترف حالياً إن التأجيل ده أربك المسابقة. بالضبط. والأهل حريص على انتظام المسابقة. بص بص عشان برضو أني نكون واضحين. هو اتحاد الكورة ما كانش جي زنب في تأجيل الماتش ده. ماشي بس بحقش العاد بديل. لا بقى ما هو طبعاً. سابها كده. آه لكن هو. وده مشكلته. بص هقولك حاجة. آه. هو الأهل والزمالك مش عاوزين الماتش ده في التوقيت ده. خلاص. ده وجهة نظر حضرتك. لا أنا بقولك أهو. أنا أقولك أهو. أنا أقولك الأهل. أنا أقولك الأهل والزمالك. الزمالك حتى الأهل. أصلي شوف أقولك حاجة. أنت برضو التناول الإعلامي للموضوع. لازم طبعاً هو عمره. الأهل ما هيطلع رسمياً. يقولك أنا بطالب. والزمالك يمكن أعلن. الزمالك في تصراحات رسمية. قال إحنا ملتزمين بجدول الدوري. وطفط برنامج للفترة اللي جاية. لكن لو سألت بينك وبين المدرب أو بينك وبين كابت سراح. عايز يلعب عايز يلعب عشان ما يتأثرش. والله يصدقني. ماتش زيداله وتأجل سجرطان. في نقطة خطيرة الناس مش غدا بالا منها. الدوري التاني هيبدأ التسع مارس. هيخلص إمتى؟ في نقطة الناس مش غدا بالا منها. يا سيدي ما يخلص. الدوري خلص يا أهل. لا أنت عندك أولوبيات توكيو. يا باشا الدوري خلص. أنت عندك أولوبيات توكيو. خلاص يا كلسان طيبين. يعني ننفل بعد الدوري الأول؟ طبعا أنا أقول لك حاجة والله العظيم تصدقني. الكلام ده ممكن يتقل عليها أنا طبعا ما بحبش كده. يعني الدوري أنت عندك ارتباطات دورة أولمبية وعندك تصفيات كاسعالة وتصفيات كاسعالة. طيب الدوري لازم يخلص آخر خمسة أو الستة بكثير. باش يخلص بقى يخلصوه زي ما يخلصوه. طبعا خلصوه إزاي وإنت عايز تأجل موطش قاله زماليك مثلا. لا بأ أنا أنت عاوز مصلحة قومية ولا عاوز مصلحة محلية؟ الجهاز الفني والإدارة هي اللي تشوف ده. أنا كإعلام ما أعلمش. أنا أنا خلاص أنت مش عايزة أنا رأي أنا الخاص. أصل الجهاز الفني طالما قاله عايزة العام. أنا رأي الصحفي ورأي كمواطن مصر وكأه أنا بقول لك الموطش ده يتأجل. يتأجل. يتأجل يروح في أي وقت وفي أي حد. عشان مدة زمنية يعني. لا يعني أنت أصلا مش مش أوروبا. عشان برضو إحنا ما نقارنش نفسنا هيقول لك أصلا فيه ناس بتطلع برضو. بالعجز الأهل مدة السفر بتاعته أطول. يباشا فيه ناس بتطلع تتفلسف يقول لك ألا ليفربول ما لعب. يا عم أنا مليش دعب لأنت ما تقارنش بالليفربول. أنا بقارن ليفربول بالشكل. الظروف اللي جواه هناك غير هنا. بالشكل أنا قلت في أول اللقاء أنا قلت لك أحنا بتقارن ليفربول والأهلي بالأرقام وكده. لكن الدور هنا غير هنا. النادي هنا غير هنا. الإمكانيات هنا غير هنا. أنت لعب واحد في ليفربول بأضعف دور المصر كله. يعني لعب واحد في ليفربول تمنه بالدور المصر كله يعني. أطول المزانيات هناك مختلفة عن مصر. يعني أنه ما أقدم مش مقارنة. ما فيش وجه المقارنة بس إحنا بنقارن من ناحية الشكل. لكن أنت دلوقتي ما تقارن ليش تقول للفربول بيلعب وبيعمل وبيروح. كانت المباراة فين؟ كانت المباراة يوم 10 ساعتين. أقصى مسافة من أبعد دولة في أوروبا. لم تنزلش عن ساعتين. أنت هنا بتقعد بالـ 18 ساعة والـ 18 ساعة. وبعدين توابحها إيه؟ أنا بتكلم عشان إن إحنا لو إحنا عاوزين نعمل حاجة مع الناس دي. أنا أنتك الأهل والزمالك بيوجه فرقتين. يعني اختبار صعب جدا جدا أصعب حاجة سيبك بقى من السوبر والكلام ده سوبر المحلي والسوبر. ما هو برضا عشان نتكلم بالمباراة كانت مباراة دوري. ما هو ده ده استثمار بقى. ما أنا بقولك أنت ناس بتشتغل في الاستثمار وانت بتشتغل في صحيح ما أنت عملت ماتش السوبر وبتاعه أجيب منه فلوس. لكن أنت ده كله لازم الأجندة الاحترافية بتاعتك فين؟ أنت مش مجرد أن أنت بقى بتجيب ماتش كده. طيب أنت الماتش ده توقيته مش سليم. توقيت السوبر المحلي ده. أهل والزمالك اللي هتلاعب فبضب. لو كان فضل زمهو 19-2 ماتش الدوري كان يبقى عندك مساحة حوالي 8-9 أيام. أنت كنت عايز تلعب ماتش الدوري وعايز تعمل. طب الأهم ماتش الدوري ولا السوبر؟ بقى لي منظور. لا المنظور المادي خلاص السوبر خلاص. المنظور المادي والاقتصادي السوبر. المنظور المنظور الفني خلاص. المنظور الفني ألعب دوري. ألعب دوري. خلاص بقى أنا كنت السوبر ده كنت أشوف له وقت تاني ووقت يعني أعمله مثلا في نهاية الموسم أعمله في أي حتة. خلاص. يعني هم الفلوس دي لكنهم برضو الفلوس دي مش كل حاجة فلوس الفلوس تيجي في وقتها لازم الفلوس لت يجري في أمور المالية مع الأمور الفناء يعني لو ما عملناهش الثانسة طبعا ما هو قازمة كده لو ما كنتش عملته الثانسة كان يحصل إيه يعني هتعاقب أنا من الفيفا يقول لي انت ما عملش السلوء ممكن بالتحديك amen محتاج فلوس او محتاج جاسيور المالية محاج lazım ومن عند الفلوس معند الفلوس هي وما عندوش فلوس يعني هم إيه تأكمل 13 مليون جنيه طب هيصرفهم بها طب ما عنده فلوس متأخرة مش عارف يا حسن تكفال غربات نعم ماتش الألو بنا منزل واحد ودخل في كم فلوس جهة دخل في حوالي كام لا يعني أقصد أنا أقصد أنا عندي أهم دخل فقط من نصف 600 ألف مليون لا بصد أنا عندي أهم ماتشين بتوع سانداونز والترج أنا كراجل مصري وأتكلم كراجل وطني بقى طب شاهد مباراة الألو سانداونز إزاي شوف يعني أنا كنت من فترة كنت ألآن ويس كنت ألآن على الأهلي شوية من فترة آه ودلوقتي دلوقتي لا أنا عندي ثقة كبيرة جدا طب إيه اللي اختلف اللي اختلف الفترة الأخيرة ديت الأداء والروح يعني إحنا بنتكلم في إيه الأهلي بتميزوا الروح روح زي ما بنقول روح الفناني للحمر ده مش كلام روح الفناني للحمر دي حاجة بتميز الآن فما ترجع الروح ديت هي برضو لسه ما آه ما رجعتش بنفس القوة انت عارف لو انت عايزة في أفريقيا بنفس روح الدولة عايز بنفس روح الدولة أقوى لا ده أفريقيا بتحتاج أقوى كمان ابتدت اللعيبة اللي هي تدخل في الأجواء الأفريق والمدرب ابتدت يدخل في الأجواء الأفريق ده اللي مهم جدا دي مهم جدا دي مرة اتنين كمان الاعداد لهذه المباراة بيتم بصورة جيدة أنا أعلم يعني من الكواليس أو كده الاعداد سواء اعداد نفسي اعداد بدني اعداد ذهني اعداد فني بيتم هو ممكن الناس لتقولك الأهل مركز في الدولة ومركز في الصبر المحلي والكلام ده لكن في نفس الوقت أنا متأكد ان الجهاز الفني والإداري شغال وده بيبان برضو في الإعلام شغال على مطش سانداونز يعني اللي يقول غير كده أنا مش ممكن هاهمل ده وهسيبه لآخر لآخر وقت مش هاهمل أنا الاستعداد لسانداونز لآخر وقت أنا شغال فيه من ساعة القرع متعمل وده ضبط طبعا فيه فرق شغاله ولازم الأحصائيات واجيب الفرق دي واشوف ده بيمرر ازاي وده بيلعب ازاي وده كم تمريرة وكم باصة كل الكلام ده بيتحلل وانا عارف ان الكلام ده بيتحلل جيد فإذا ان هنا أنا شايف خلاص المدرب فيلر تدى يدخل في الأجواء الأفريقية اللعيبة اللي هم برضو اللي ما عندهمش الخبرات الأفريقية تدوا يدخلوا في الأجواء الأفريقية الاستعداد بقى اللي احنا بنقول عليه ده كله بيتم بشكل جيد زي ما أعلم البطولة السنة دي مختلفة طبعا يعني المواجهات كلها طبعا مواجهات شبه نهايات طبعا الزمانة والترجع يبقى قيم الجمعة والأهل وسانداونز يوم السبت نتمنى ان شاء الله المباراة تكون على السادة القاهرة الدولي كمان ان شاء الله بإذن الله ده 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 لازم مجلس النواب ممكن يقوم بدور في الجزئية دي ببينه طبعا تنواب الشعب هل ممكن يبقى دور في فكرة حديث مع القيادات والوزارة هي مش مستهلة يعني الموضوع ده مش مستهل تدخل النواب يعني هو العملية واضحة هو بس دكتور أشرف الصبحي ها طبعا نركز في الحتة دي ان المطشين دولي تلعبوا في السادة القاهرة فقاش مشكلة وبحضور طبعا جماهيري مكثف يا رب ان شاء الله ها يعني لازم بحضور جماهيري مكثف لا يقل عن 30-40 ألف غير كده أقل من كده هيبقى كلام احنا بنهزر بنهزر لازم بحضور جماهيري مكثف من جمال الدعم ده مهم واعداد جيد لدخول الجماهير وبشكل محترم وبشكل حضاري واحنا ما نخافش احنا انت دلوقتي احنا في مهمة قومية يعني دي مهمة قومية الاهلي مع ساندونز زمالك مع طلق دي مهمة قومية لكل المصرين يقفوا اهلي زمالك يقفوا مع بعض النهاردة احنا الاهلي وجماهيري زمالك مع الاهلي وجماهيري زمالك مع الاهلي يعني تبقى كله بيقف وراء الندين دول لتخطي هذا الدور تصدقني لو تخطينا هذا الدور تخطينا الفرقتين دول طريقة هيبقى مفتوح لنوران نهائي مطلوب من الإعلام إيه؟ لأن الإعلام أحيانا وبصراحة أنا رصدت ده الفترة الأخيرة فيه إعلام بيطلع ممكن من غير ما يذاكر أو يقرأ أو يشوف شخصاً الأمور ويعمل تاصل والفترة الجاية احنا بيحتاجين أن الكل يتكاتف للمصلحة الوطنية بص ننسى معشان كده أنا بيقولك ماتش بتاع السوبر ده كانش توقيته ده عمو خلاص هيتلعب ماتش السوبر يبقى ماتش الدوري خلاص أنا بيطالب أنه ماتش الدوري ده يتأجل ده رقم واحد بالنسبة للإعلام وأنه يتبنى موضوع ما يسبق خلاص الأندية مش هتطلو برسم الكلام ده يبقى إذن الإعلام يركز على أن تهيئة الأجواء للناديين الكبيرين لأنه هم يستعدوا للمبراطين الفاصلاتين والحاسماتين دول لا كون أو لا نكون ومش معنى كده نكون أو لا نكون يبقى لا يعني برضو الروح الرياضية والجماهير تبقى ملتزمة والتشجيع المثالي والكلام ده كله فالإعلام هو دوره خلاص سيبك بقى من حتة الأهل وزملك خلاص يعني ما نتكلمش بحتة الأهل وزملك هي طبعا بتفرض نفسها عشان ماتش السوبر لكن أنا مش عاوزها بقى لا فيه ناس فرضاء حتى في أفريقيا للأسف لا أنا 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 بقول لحضرتك لا أنت المفروض آآ نبعد عن القصة دي هي مصر تلعب الأهلي بيمثل مصر زمالك بيمثل مصر فالكلام ده لازم هو يكون شعار بتاعنا شعار الأعلام كله شعار الدينة كلها والجماهير ولازم تهدى بقى لكن أنا بطالب بأن ما ينفعش يتلعب ماتش الأهل وزمالك يوم 14 بس طيب وجهة نظرة شخصية طيب وأنا بختم كلامي مع أستاذ ردوان لازم أأكد تاني على نفس الكلام اللي هو نفي أول الحلقة وبنقوله أثناء الحلقة وإحنا كمان بنختم الفقرة الحورية الأولى من برنامج الأهل الليلة والاتحاد الإفريقي أعلن عبر موقعه الرسمي كما ذكرنا في البداية قبارات الأهل وسانداونز يوم 29 فبراير لقاء الزهاب في القاهرة ولقاء العودة هيكون يوم السبت أيضا بعدها بأسبوع يوم 7 مارس في بريتوريا الاتحاد الإفريقي بيستند على لوائح ليحة المسابقات الإفريقية للأندية الأبطال دورة أبطال إفريقيا هي اللي بتعطيه الحق في تحديد الموعد بناء على الظروف الجغرافية والاقتصادية والرياضية والنادي كان له الحق في تحديد الموعد والتاريخ والمكان في الأدوار التمهيدية حتى دور الـ 32 لازم لما نتكلم في معلومات لازم الناس تبع ريها كويس جدا وعرفة اللوايح بتدي الحق المين والاتحاد الإفريقي لما بيحدد موعد بيحددها بناء على معايير هو شايفها لنجاح مسابقاته سواء اقتصاديا أو حتى رياضيا أو حتى جغرافيا لأن مع الأندية العربية الستة في ناديين في غرب إفريقيا وجنوب إفريقيا مازمبي وسانداونز بيراعى بشكل كبير جدا المناطق الجغرافية وأيضا البس الفضائي في إقامة هذه المباريات بالنسبة لتأويتات هذه الدول والحضور الجماهيري سواء المباراة لو كانت الجمعة أو لو كانت يوم السبت أعتقد شرح لاني الناس مرة واثنين وثلاثة ودي حصلت قبل كده خلي بالك يعني حصلت قبل كده كتير يعني السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها وغولت حد الأفريقيا معروف أنه هو بيحدد لا هي فكرة لأشياء ما حدش يطلقوا يقولوا يشمعنا بنفاهم الناس عشان بيش حاجة يسمعها يشمعنا سواء زرادوانا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني ودائما بسعت بالحوار معك وموفق الفترة الجاية ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك فقرة كانت مهمة جدا وحلقة كانت مهمة جدا عشان نضع النقط على الحروف في موضوعات مهمة بالنسبة للفترة اللي جاية وإحنا رسالتنا الإعلامية دايما بنتجرد من فكرة الانتماء طالما هناك لايحة وطالما هناك واقع وحقيقة عشان في النهاية يهمنا المشاهد اللي بيتفرج علينا سواء أهلاوي أو أي منتمي لأي مكان آخر يعرف المعلومة الصديقة والحقيقية شكرا لحضراتكم على حص المتابعة والمشاهدة وبعد الفاصل زميل العزيز محمد الصاوي وفي ضيافته الكابتن أصاب عراض شكرا للزميل محمد سعيد وشكرا للناقد الرياضي ردوان الزياتي اسمحوا لي أرحب بصاحب التاريخ الكبير مع النادي الأهلي ومنتخب إن شاء الله عشر بطولات دوري مع النادي الأهلي تمن بطولات كأس واحد بطولة للأنديال أبطال أربع بطولات كأس الكؤوس واحدة بطولة كأس أفرو أساوية أربع كؤوس عربية وبطولات كبيرة طبعا مع النادي الأهلي بخلاف طبعا مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 90 والنقطة الأهم هي أنه كابتن أسامة عرابي هو كان مساعد مانويل جوزيه في الولاية الأولى لمانويل جوزيه وطبعا النجاح عند الجماهير هو مانويل جوزيه وعلاقته والمقارنة مع ريني فيلر كابتن أسامة عرابي أهلا وسهلا بك منورنا الله يكريمك أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين السؤال الأهم دلوقتي بعد العروض القوية لنادي الأهلي هو ريني فيلر والأرقام الكبيرة اللي بيكسر بها كل الأرقام اللي ما كانش حد يتوقع أن حد يحصل له هو بيقرب من جوزيه بحاجة كبيرة أوي حضرتك حضرت الفترة الأولى والولاية الأولى 2001-2002 كنت مساعدة جوزيه شايف الفترة دي من عين كنت قريب وريني فيلر إزاي بداية يعني أنا اشتغلت مع مستر مانويل جوزيه 2001-2002 والتاني في الولاية التانية برضو 2004 والبطول التوير أفضل مواسم النادي الأهلي 2004 2004-2005 وقعدت معها يمكن حوالي 3 أو 4 سنين يعني من عمر مستر مانويل جوزيه صحيح أكيد عمل إنجازات كبيرة استفدنا منه كتير إحنا كجهاز مساعد في الولاية الأولى كان الكابتن مختار وكابتن حسام البدري وأحمد بناجي وأنا والولاية التانية كان الكابتن مختار مشي وأنا كملت أنا وكابتن حسام وأحمد بناجي معنا صحيح السنة الأولى دي عملناها بشكل كويس قوي ويمكن الناس متذكرة إنه الدور إحنا يمكن خسرناه بفارق تعادل واحد اللي إسماعيلي كان حققه لكن عملنا مباراة هيلة ومنها طبعا مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة ستة واحد اللي خليت بيه وجاب فيها أربع أهداف وتعادلنا مع الإسماعيلي أربعة أربعة في القاهرة ويمكن كنا لو كسبنا المباراة دي كنا خدنا الدوري صحيح ولكن فيه ضربة جزاء جات في الثانية الأخيرة بعدم توفيق شوية وتعادل الإسماعيلي وبعد كده لكن في السنة دي إحنا حققنا بطولة الأبطال الدوري صحيح مع سان داونز سان داونز مهودة تلاتة واحدة أيوة صحيح واخدنا البطولة الأفريقية ثم اخدنا السوبر الأفريقي من كايزر شيفز فكانت موسم هيل وبداية كانت قوية المستر مانول والجهاز وحتى طبعا في الولايات الولايات التانية اللي هي من 2004 برضو حققنا طبعا دوري وإفريقيا صحيح وأرقام كتير تحطامت يعني صحيح فما فيه شك إن احنا استفدنا منه كتير جدا وهو من العلامات في تاريخ النادي الأهلي كمدرب يعني ما شاء الله ما شاء الله نقط يعني متقربة مع جوزي وفايلر دلوقتي حيز أعرف إيه اللي يميز هذه الفترة الماضية والفترة الحاضرة ما فيه شك إنه مستر فيلر يعني دخل بشكل كويس جدا على الفرقة يمكن السنة الفاتت النادي الأهلي حقق بطولة الدوري العام في الخطوات الأخيرة وخسر بطولة إفريقيا لكن الفترة الأخيرة كان الأهلي بيكافح وبيحاول لكن الأداء ما كانش مستقر الأداء كان فيه شوية هزة شوية ما كانش فيه جماليات قوي أي فترة تقصد؟ اللي هي السنة اللي فاتت السنة دي طبعا بداية مستر فيلر الأداء تبدأ بشكل كويس النتائج ممتازة كسبنا نادي الزمالك في أول مباراة ثلاثة ودي من الدخلات الحلوة اللي بتسعد جمهور الأهلي تديك أرضية مع الجمهور أو العكس أو الجمهور زمالك لما بيكسبوا نادي الأهلي لأي مدرب بتدي له درجات كبيرة عند الجمهور يعني الجمهور بيحب جدا أنه أهلي وزمالك المدرب بتاعه يكسب فطبعا بتدي له فيه مدربين ما بتدوش الخطوة دي ممكن يبتدى بتعادل معنات زمالك أو خسارة في وقت معاين لما بيجي مباراة الزمالك لكن مستر فيلر دخل بقوة دي ديته أرضية كويسة عند جمهور النادي الآلي لغاية لما ابتدت بقى المباراة تتوالى والأداء مستقر وشكل كويس ونتائج هايلة 14 فوز متتالي في الدوري 40 هدف وداخل في مرمى النادي الآلي 3 هدف بس فده طبعا حاجة كويسة جدا يمكن البطولة الأفريقية حصل تباين شوية في الأداء في مباراة النجم الساحلي بعد طارد أيمن أشرف ومباراة هنروح لأفريقيا بس عشان نمشي يعني منطقة منطقة عايز أنت رؤيتك شفت فيلر إزاي وهل هو فعلا ماشي على خطة جزيئ خصوصا مع أن الفترة التولاية التانية الحلقة كنت موجود فيها برضو 24 مباراة أنت ساكلتوا 55 هدف في فترة جزيئ الآن 24 مباراة 59 هدف بفارق أربع أهداف كمان النادي الآهلي بقيله 3 مطشط المصري والزمالك وإنبي الجيين ويحصل رقم جزيئ اللي كان كل جماهير النادي الآهلي بتقول أنه مش هيقدر يحصل هو يعني أنا مش مفضل أو المقارنات بين المدربين أو حتى اللعيبة يعني ماشي يعني ممكن نقول في تشابه بين لعيبة واللعيبة في تشابه بين مدرب ومدرب ولكن كل مدرب له أسلوبه ليه شخصيته ليه طريقته ممكن مقارنات تحصل مع الوقت في النتائج تمام إحنا مش هنقدر يعني مستر فيلر ماشي بشكل كويس جدا ولكن يعني مستر مانويل جوزيئ قاعد فترة طويلة في النادي الآهلي قاعد حوالي 7 مواسم فمش هنقارن فترة 7 مواسم بفترة 6 شهور أو 8 شهور تمام لكن قارن البداية آه لكن بدايات مبشرة جدا زي ما قلت لك أنه 14 فوز متتالي ونقص 3 مباريات ولو كسبناهم يبقى نفس اللي اتحقق مع مستر مانويل جوزيئ في الولاية اللي هي كسبنا 17 مبارات متتالية أه أه أنا بس أنا أهم من دي أنا اللي عجبني الأداء يعني الأداء كان يعني فيه توازن في كل شيء تمام أداء فيه جماعية كبيرة جدا بتحس أن الفرق بتلعب كتلة واحدة تمام وكان قبل كده من أربع مباريات فاته كان الأداء يمكن مباريات الجيش أحسن أداء النادي الأهلي أداء من ثلاثة أربع مباريات فاته يعني زي الفترة الأولى اللي هي من بداية ميستر فيلر لغاية معظمات شات الدوري جت حصل شوية يعني تباين في المستوى لظروف إصابات مهمة زي رمضان صبحي زي حمدي فتحي لأن الاثنين دولار كانوا دخلوا في شكل التيم الأساسي بتاع النادي الأهلي يعني كل فرقة بيبقى لها شكل أساسي وما فيش شك أنه اللعيبة كلها مهمة والخمسة وعشرين أو التلاتين لعب وإحنا شفنا كده على مدار المطشاط الدوري وإفريقيا أنه ناس كتير لعبت وناس كتير مميزة وناس كتير بعدت وناس راحت لكن بيجي بفترة الفرقة بتستقر على شكل معين فاتنين دولار كانوا بلعبوا بشكل أساسي وكان لهم تأثير في أداء الفرقة تصابوا بيعدوا فترة طويلة حصل هزة شوية لغاية وطبعا غيرهم كمان يعني هم يمكن غابوا فترات طويلة شوية لكن غيرهم كمان ناس تصابت في السكة زي رامي ربيع أخذ فترة ورجع زي أيمن بيعد شوية برضو ورجع معالي معلول بيعد شوية ورجع كذا كذا لاعب يعني تصاب في فترات وبعد فالفرقة بتادي تاخد شكل تاني في اللعبة لغاية لما ابتدى يرجع ناس تحل الشكل الأساسي للفرقة يعني ابتدت يعني مثلا إليو ديانج ابتدى ياخد خلاص الشكل الأساسي جنب عمر السلية زي ما كان حمدي فتحي صحيح موجود يملى بص الملعب بشكل كويس دي خدت فترة شوية بعد إصابة حمدي فتحي كان فيها تغييرات كتيرة لسه إليو ديانج ما كانش بلعب بشكل أساسي كان بلعب فترات قليلة فنص الملعب استقر دلوقتي على الاتنين دول كوسط مدافع واضحة جدا يعني فالإصابات اللي حصلت حصلت هزة وتباين شوية في الأداء ولكن مباراة أمس اللي هي مع طلعها الجيش النادي الأهلي أدىها بشكل كويس قوي جماعيا وجماليا شكل جماليا لسه بقوله جماعيا وجماليا زي من أربع مباراة فاته كان الشكل الجمالي والأداء وعدد الفرص الكبير والتحرك كتلى واحدة الفرقة في الدفاع وفي الهجوم اللعبة كانت في أمبارح قوي يعني يمكن شوية كنا أقل في مباراة بيرامدز رغم العدم ما نقارنش طبعا يعني قوة البيرامدز مع طلع الجيش فرق كبير في المستوى يعني لكن برضو مباراة سودان في فترات كنا كويسين قوي بس يمكن الجاء الظروف المحيطة بالمباراة ممكن متخلكش يعني بتبقى فأحسن صورك لكن مباراة مباراة رجعنا للشكل الجمالي تاني لعدد الفرص الكبير التحرك زي موطلق كتلى واحدة ارتدات سريع في الدفاع انطلاق سريع في الهجوم جبهات شغالة وحتى الثلاثة اهداف اللي جم جم بشكل جميل جدا سواء الجن الأولاني لأجايه اتعمل كويس قوي وعالي معلول برؤية كبيرة حطها له أجايه حطها من لمسة واحدة اه شكلها حلو قوي قوي اتعملت حلو قوي الجن العمر السلية طبعا يمكن فيه اعتبر حل فردي طب حطيه على عمر السلية لانه انا شايف انه مستوى بيطلع قوي قوي لا امبارح كان من نجوم المباراة امبارح يعني امبارح ناس كتيرة جدا كويسة او معظم الفرعة كويسة المعظم كان فايق ولكن عمر السلية وعالي معلول اه واجايه ومجد افشا بشكل خاص كانوا متفوقين جدا لكن الباقي كله كان كويس يعني باقي كله كان مميز يعني ما حدش كان او المعظم يعني كان بيقدي بشكل كويس قوي فعمر السلية طبعا بقى يعني من العناصر اللي احنا كنا نعرفه عنه التزديد من بره والشوت والشكل الجمالي وما دي نصف المعظم بشكل كويس قوي طبعا اه عمر بيقدم اتشاط كويس قوي اه سواء دي فاع طبعا الجون الاولاني ده هاي اللي اتعامل اكتر من لمسة جماعية هيلة وشوف عدد اللاعبين اللي داخلين جوه الـ 18 صحيح وحوالين الـ 18 يعني اتنقلت اكتر من لمسة صحيح وبعدين متابعة كبيرة من اجاييه ومن احمد الشيخ ومن يعني كل المجموعة كانت داخلها جوه الـ 18 ثلاث مهاجمين وـ جيرالدو طبعا هو اللي حطاها العالم معلول فهي جملة هيلة وتعاملت اكتر من مرة صحيح ومن بارح لو نادي الاهلي كان اللاعب استغلوا الفرص اللي جات في المباراة المباراة كانت ممكن تنتهي بستة سبع اهداف بسهولة يعني اجاييه وتوظيفه طبعا وجوده مبارح كان مؤثر بشكل كبير قوي قوي وكان فيه هجوم وفاعلية طبعا اه بس انا يعني اكمل بس على نقطة اه 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 ا اه 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 ا ماسق في فرقيته كويس الفرقة بتأدي بشكل كويس وده المدرب بيحسه المدرب بيحسه من بداية اللقاء بيحس ان زكاة اللعبة فايقة وبتأدي بشكل كويس ولا مش في الحالة الطبعية ممكن في أوقات أخرى طبعا دي تزديدة هيلة من عمر السلية هدف رائع يعني في مباريات أخرى المدير الفني ما بيحسش ان الفرقة بتأدي بنفس المستوى ممكن تلاقي عليه بعض الانفعالات بس هو يعني مش في كل مباراة هتلاقيه حاطت ايده في جيبه كده لا فعلا مش هو بس يعني مدربين كتير يعني في مواقف أخرى ممكن مش هتلاقي نفس الموقف بس هو بصفة عامة هو واضح ان شخصية مش مش كسير الانفعال أو انفعال وما بيظهرش عليه قوي يعني مثلا انت بتقول لي مقارنات مش المقارنات أو انفعالي يعني هو هدوء مش فرقة مش فرقة عشوائية يعني فيه فرق هجمتها لا بتبقاش واضحة هي دي على فكرة ايجابية وسلبية احيانا ليه ايجابية ايجابية لانك انت هتبقاش عارف الخطوط اللي بتحركوا فيها وسلبية ان هم متمكنين فيها يعني هم برضو زي فرقة المنظمة لكن ساعات انت لما بتلعب مع فرقة عشوائية شوية بتلغبطك يعني لعبوا مثلا اي كور طويلة لقدام للمهاجمين احتكاكات جوة 18 كتيرة لكن هم بلعبوا بأسلوب منظم واضح يعني وعندهم سرعة في الثالث الاخير زي ما انا قلت عندهم الباكليفت طبعا هاي الاسمه لكاي ده وعندهم اتنين في نصف مرعب اسمه كيكانا وقجاني دولة لعبوا كويسين وخاصة الاسمه قجاني اللي هو بيلبس 15 ده زي صنع اللعب عنده ان هو اللي بيحرك الناس التاني سابت شوية وهو بيحرك الفرقة بيقدر يكمل لقدام كورته كويسة هو مش طويل لك يعني من الاطوال السغيرة القصيرة بس فهم عندهم طبعا ثلاث لعيبة او اربعة من وحارس بتاعهم كمان جايد اه طبعا ينجوا حارس جايد عندهم قلباي الدفاع كويسين الباكليفت قلت كويس الباكرايد عندهم لعيب برازيلي واثنين من ارجوي اللعيب البرازيلي ده في قط الدفاع الخلفي هو اللي جاب لهم ضربة الجزاء المطش اللي فات مع الوداد هو اللي احرزها وعندهم سيرينو ده من ارجوي ده ده قال لهم سرعة في التلت الاخير بس هو مهاري شوية بيعرف يعمل سرو باص بيعرف يعمل وعندهم تاني لعيب برضو من ارجوي ساعات بيبدأ وساعات بيقعد لوراس الحربة لكن هما فرق ان شاء الله ده الاهلي قادر انه يكسبها وقادر انه يتخطاها وتبقى الخطوة الكبيرة للوصول للبطولة لان انا قلت لك انا من وجهة نظري الاهلي وسان داونز احزوهم وحش انه قابلوا بعض في المرحلة دي من دور التماني يعني هما من الفرق اللي كانت الاتنين مرشحين بقوة للفوز بالبطولة تمام يعني فيه فرق اقل منهم فنية كما كنت قاطعا في كل اجاباتك عايز قاطعا في المبارتين دول سان داونز الزهاب والعودة الى انالتاكي تتوقع النتيجة ايه انا اتوقع الاهلي ان شاء الله يعدي المطشين بس النتيجة ايه الله اعلم ممكن جدا زي ما قلت لك نكسب هنا واحد سفر ونحن نتعادل هناك او نكسب بس ان شاء الله الاهلي يعدي المبارتين يعني الدور اللي بعده ان شاء الله يعني اكيد يعني بازن الله مقبولة انا وهو كده يبقى احنا مقبولة او 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 انا اعنا نقصد ماش مش هقدر نوقع لك عدد اهداف ولا هيحصل ايه هنا وايه هناك ساعات انا بقولك بنتعادل هنا مع مثلا الترق تعادلنا هنا صفر وصفر وحنا تعادلنا واحد واحد وخدنا بطولة افريقيا سيد عالحفيز جابجون هناك وخدنا واصلنا النهائي مع صان داونز وخدنا بطولة افريقيا ساعات بتكسب بواحد صفر بس وتروح تكسب بينك أو تتعادل يعني أنا أقصد أنه هتعدي هذه المرحلة آه إن شاء الله لأن أنا مثلا في مباراة الوداد لما كنت شغال مع مستر مانول لا مش مانول مارتين يول اه اتعادلنا مع الوداد هنا وروحنا كسبناهم في المغرب واحد صفر وكانت فرقة هيلة ورغم أننا هنا على فكرة جبنا جون برضو واتلغى للأسف كان مؤمن زكريا جاب جون مية في المية سليم مية في المية وما تحسبش لكن أنا أقصد إحنا في نهاية المغربات عادلنا هنا وروحنا كسبناهم هناك فهي مش هتقدر تقول إنه إحنا بنتمنى إن إحنا نخلص هنا والموضوع ينتهي لكن ده مش في المقبل النادي الأهلي هتنخطة هذه المرحة الفرقتين كبار الأهلي وسان داونز أنت دخلت دخلت في مرحلة الفرق الكبيرة المرشحة للبطولة فممكن جدا تكسب واحد وتروح تكسب هناك أو تتعدل هناك يعني أنت تلاعب فرق كبيرة مش شرط ممكن إن شاء الله ربنا يكرمك وتكسب فوق تلاتة مثلا وفوق تلاتة تبقى حاجة هاي لو تبقى خلاص بقى البطش انتهى خالص يعني بإذن الله السؤال الأخير النصق التصعودي في أفريقيا أنا بعتقد أنه كان برضو شغال زي الدوري لغاية مطش الهلال بشكل كويس مع ظروف المحيطة برضو الأهلي كان شكل كويس هل هيستمر هذا النصق التصعودي في المباراة الخارجية لسان داونز سريعا ما هذه متوقفة بقى على إن شاء الله الجهاز الفني على اللعيبة وأنا بقول يعني برضو اللعيبة لازم تبقى فهمها حاجة كويس جدا صحيح الجهاز الفني اللي مهمة وجهاز الإداري اللي مهمة ولكن في النهاية اللعيبة هي اللي بتلعب في المباراة ولذلك الخمستاشر والعشرين يوم دولت في يوم أكتر من بطولة فلازم اللعيبة تركزها مية في المية مية في المية الفترة الجاية اللي بيخرج شوية زيادة يحافظ ما يخرجش كتير لا دي حقيقة صحنا كلنا كلنا لعيبة وفهمين يعني نقصد إن اللعيبة دورها أهم طبعا المدير الفني دوره مهم جدا وتشكيلاته وتغييراته وإمتى يلاعب دوت وإمتى يريح دوت أساس طبعا ولكن اللعيبة دورها كمان مهمة جدا هل لديك أكوار أخرى؟ أتمنى التوفيق للنادي الآله سواء في ماتش الزمالك أو في ماتش إن شاء الله مبارياتين سان داونز نتخطى المشوار دوت لأنه هتبقى خطوة كبيرة إن شاء الله نحو البطولة بإذن الله إن شاء الله نلتقي بعد سبع الشهر اللي جاي وإحنا بنفرح سوا بكأس السوبر وتخطي هذا الدور شكرا جدا من نادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن أسامة عربية شكرا جدا شكرا جدا في النهاية هذه تحياتي وكل فريق العمل وأستودعكم في أمان الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا